بنامجكم مع الفضلي وأنا سعيد باللغاء معكم في هذه الحلقة الخاصة والمميزة مع سعادة رئيس مجلس الأمة السيد المهندس مرزوق علي الغانم ونحن سعداء هذه الليلة بأن نلتقي بهذه الشخصية الرائعة وسننتحدث إن شاء الله في حوار شامل وصريح كل تسائلاتكم إن شاء الله مشاهدين الكرام وأيضا المواطنين راح نوجهها إن شاء الله بكل شفافية ووضوح لضيفنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام باسمي واسمكم أرحب ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة سعادة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم حياك الله سعادة الرئيس ونحن سعداء بالتواصل معك وشكرا على تلبية الدعوة حياك الله أخي أحمد وأنا أتشرف بتلبية دعوتكم الكريمة وأتشرف في وجودي معاك في هذا البرنامج المميز طبعا أنا مشاهدين الكرام لازم أني أحيي سعادة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم وهو الرئيس الوحيد حقيقة يعني الذي يقبل يعني ظهور إعلاميا على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة يعني يمكن أعتقد هو الرئيس الوحيد الذي يقبل هذا الأمر أنا كلمت سعادة الرئيس السيد مرزوق الغانم وقلت لي يا سعادة الرئيس نحن نبنيك نطلع في معداتنا وكاميراتنا لنجري اللغاء معاك يعني في داخل مجلس الأمة كما هو معمول فيه في السابق لكن أصر على وجوده معانا في هذا البرنامج ومن خلال غناتكم غنات العدالة وقال بالعكس أنا ما عندي مشكلة أنا أطلع الهواء مباشرة وأنا إن شاء الله شفاف وواضح بكل ما تطرحه من خلال أسئلتك في هذه الحلقة فكل الشكر لك سعادة الرئيس حقيقة يعني على هذا الأمر وهذه الشفافية وعلى تعاونك يعني من سلطة رابعة أخرى يعني في مسألة التعاون وتوضيح الكثير من الأمور المواطنين وبشفافية بعيدا عن البروتوكول المعتاد دائما من قبل يعني ما كان هو معمول فيه في السابق بالعكس أخوي أحمد يعني أشكرك على هذا الإشادة لكن هو شرف لي وأنا يعني أتيت من الشعب وأضل جزء من أفراد هذا الشعب الكريم وبالتالي يعني أطلع في برامج على الهواء مباشرة وأقول لك أسأل كل اللي عندك ليس لدي ما أخفيه ومن حق المشاهد ومن حق الشعب الكويتي أن يستمع إلى إجاباتي نعم ساعة الرئيس خلنا نبدأ من خلال الشأن الخارجي يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا في الأواني الأخيرة تكثيف اهتمامك من خلال يعني زيارات متعددة وأيضا قمت بزيارة للبرلمان الأوروبي وأحدى الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة ويعني أيضا تم انعقاد المؤتمر الخليجي وأيضا المؤتمر العربي أنا عندي سؤالين في هذا الموضوع ما الفائدة من هذه الزيارات وهذا الشأن الخارجي وهذا النشاط الخارجي للبرلمان الكويتي وأيضا ما الفائدة من وجود مثل هذه المؤتمرات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أن أبدأ أتوجه لك بجزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة التي تشرف بتلبيتها وبالنسبة للشأن الخارجي وسؤالك الأول أخويا أحمد خلنت تكلم يعني بصراحة وبوضوع نحن نضع النقطة على الحروف نحن نعيش في محيط إقليمي ملتهب نحن محيط يحتوي على أكثر من 40% من الطاقة التي يحتاجها العالم ممثلة بالنفط والغاز إضافة لذلك نحن دولة صغيرة في الحجم وأيضا قليلة السكان إضافة إلى أن أحنا مررنا بتجربة مريرة وهي الغزو الصدامي الغاشم لدولة الكويت ويعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عانينا الأمرين أثناء هذه التجربة المريرة وتحررت الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبفضل تكاتف أهل الكويت والتفاف بحول الشرعية ثانيا وثالثا وهو ما يتعلق في الشأن الخارجي بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة لذلك يعني عندما ننظر للدول المؤثرة هي كلها دول ديمقراطية وفي الدول الديمقراطية لا تأخذ القرارات بمنأة يعني قرارات الحكومة لا تأخذ بمنأة عن البرلمانات وبالتالي يجب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ويجب أن تكون لنا قنوات وخطوط مباشرة مع هذه البرلمانات ما نقال لك احتياطا لكن تجربتنا المريرة تقول أن يجب أن نستعد لكل الاحتمالات بل ليس لكل الاحتمالات يجب أن نستعد لأسوأ الاحتمالات وبالتالي يعني لو تلاحظ شيء يقع السر في المنطقة في حوار بين إيران والغرب نتمنى أن ينتهي هذا الحوار أو المفاوضات تنتهي بنتائج إيجابية لكن هل تضمن ذلك؟ الأوضاع في العراق الآن يعني فوضى وبدأت تأخذ منحة طائفي خطير نعم نتمنى أن يحل الوضع في العراق لكن من يضمن ذلك؟ الأوضاع في سوريا في مصر في تونس في ليبيا في اليمن كلها أوضاع وملفات معقدة نتمنى أن تحل لكن محد فينا أيضا يستطيع أن يضمن ذلك لذلك يجب أن نكون مستعدين لأسوأ الاحتمالات وأسوأ الاحتمالات سنحتاج إلى الدول الشقيقة والصديقة بناء على هذه الحقائق الدبلوماسية البرلمانية الكويتية بدأت تكون علاقات متميزة مع البرلمانات في الدول ذات التأثير المباشر حتى لو احتجناها في يوم من الأيام نستطيع أن نسخر هذه العلاقات لمصلحة الكويت وطبعا هذا شفناه في الغزو شفناه في الغزو وليس فقط كعلاقات دولية بس سعادة الرئيس أفل المقاطعة يعني البعض يقول يعني ما البرلمان الكويتي أو مجلس الأمة الكويتي في هذا الأمر هذا الأمر منوط في وزارة الخارجية الكويتية وهذا الدور على وزارة الخارجية الكويتية لا مصحيح أخوي أحمد مصحيح لأن مثل ما قلت لك أغلب الدول المؤثرة هي دول ديمقراطية وبالتالي لديها برلمانات حقيقية والبرلمانات هي من تشكل الحكومات في هذه الدول دعم البرلمانات لك قبل دعم الحكومات صحيح البرلمان هو من يضغط على الحكومة في هذه الدول لذلك في برنامجنا خلال الستة الشهر القادمة نتمنى أن ننتهي من زيارة كافة الدول دائمة العضوية زرت دولة واحدة حتى الآن زرنا دولة وزرنا البرلمان الأوروبي ليشمل يعني عدد كبير من هذه الدول وسنزور إن شاء الله الدول الأخرى لولاية المتحدة الأمريكية بريطانيا الصين وروسيا بعد أن انتهينا من فرنسا إذا صار شيء لا نتمنى ستكون الجهود بخطين متوازين الدبلوماسية الحكومية وعلاقات الحكومة ووزارة الخارجية وأيضا سيكون للبرلمان الكويتي دور وقدرة وليس فقط يعني من ناحية النظرية دور وقدرة لأننا كوننا الآن علاقات متميزة مع هذه البرلمانات شرحنا لهم الأوضاع الموجودة عندنا استعدادهم لتعمل في فرنسا كنا واضحين وصريحين عن بدل التزام فرنسا مع الكويت في التزامها باتفاقية الدفاع المشترك أي قرارات مستقبلية سياسية كانت أم عسكرية سيكون للبرلمان دور في هذا الأمر لما تسألني سؤالك واسع أخي أحمد لما تسألني عن المؤتمرات التي أقيمت حنة إذا بدأنا في البيت الخليجي أولا يجب أن نعي ونعمل على تفعيل منظومة مجلس تعاون الخليجي وعلى توثيق العلاقات من بين دول مجلس تعاون وتوحيد الرؤى والأهداف حتى نكون كتلة تحترم كلما اكبرت هذه الكتلة كلما زاد احترامها من قبل الأطراف الأخرى وهذا ما نقوم به فعليا نحن في زياراتنا أيضا كوفود كويتية لا نتحدث فقط عن قضايا الكويت نتحدث عن قضايا كل دول الخليج قضية الجزر الإماراتية نتحدث عنها في كل محفل وأي قضية تأهم أي دولة شقيقة خليجية تجد الوفود البرلمانية الكويتية تتصدى لهذا الموضوع وتضعها في مقدمة أولوياتها بالبيت إذا تكلم عن البيت العربي أيضا من تجربتنا المريرة يعني كان أثناء الغزو الصدامي الغاشم من الكويت كان فيه هناك انخسام في العالم العربي كان فيه هناك شعوب ظللت نعم لو وضعنا وعلاقاتنا مثل ما هي الآن ما أعتقد كان أنا أعتقد أن كل الشعوب أو أغلبها أو الغالبية الساحقة منها كانت ستقف مع الحق الكويتية نعم تقصد من خلال البرلمانات يعني كعلاقات إذا كانت بهذا الشكل وهذا التواصل نعم كان يعني دستور معطل وما كان عندنا برلمان صحيح لذلك لم تكن هناك فرصة لبرلمان وللتواصل مع الآخرين أما الآن نحن لدينا تواصل أفضل مع الكثير من البرلمانات حتى مع بعض الشعوب اللي وقفت ضدنا نعم أهم التوصيات سعاد الرئيسي اللي طلعتوا فيها إن كان في المؤتمر الخليجي أو في المؤتمر العارف شوف بالمؤتمر الخليجي أنا أعتقد يعني خرجنا بنتائج جدا مهمة التكامل الخليجي الذي نتحدث عنه لا يمكن أن يتحقق دون خطوات فعلية أي البرلمانات شنو دورها في كل الدول دورها تشريع ورقاب صحيح فكوننا لجنة بين كل البرلمانات الخليجية تعمل على توحيد أو تقريب التشريعات ما بين دول الخليج نبدأ بالجانب الاقتصادي إذا خذنا التجربة الأوروبية مثل بالنسبة لنا الاقتصاد هو الذي وحد هذه الدول صحيح نحن الآن كبرلمانات خليجية نعمل على توحيد التشريعات الاقتصادية تمهيدا لتوحيد بقية التشريعات وهذا رح يخلق أساس لتحقيق التكامل الخليجي المنشود من قبل الشعوب الخليجية ويمكن أنا قلتها في أول كلمة يوجهها رئيس برلمان أمام القادة الخليجيين أنه لم نعد شعوبا خليجية متفرقة بل شعب خليجي واحد هذا حقيقي حتى نحول هذا الأمر إلى واقع ملموس تحص الشعوب الخليجية يجب أن يكون هناك إذا مو توحيد تقريب بين التشريعات الخليجية نعم ساعة الرئيس نشوف يعني من خلال كلامك نرى أن قضية التكامل الخليجي يجب أن تكون في البداية ومن ثم ننطلغ إلى الاتحاد الخليجي صحيح هذا ما فهمنا من كلام لازم نكون واقعيين ومنطقيين نعم نحن يعني مسيرة مجلس تعاون الخليجي ليست بقدر طموح أو بقدر طموح الشعوب الخليجية وبالتالي يجب أن نزيد وتيرة أو التسارع يجب أن نزيد في هذا الاتجاه لكن أيضا يجب أن لا نخفل أن بعد ما صار في عندنا مجلس تعاون الخليجي هناك شعور عند كل شعوب المنطقة بأن أنا خليجي نعم وهذا يعني خطوة تحسب صحيح هذا على المستوى الخليجي على المستوى العربي أخي أحمد الكويت يعني تشرفت بأن يكون لها موقع رائد في العمل العربي الكويت مثلت المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للإتعاد البرلماني الدولي مرتين مرة الأولى عندما مثلنا النائب الفاضل السابق أخي محمد الصقر وكان أضف اللجنة التنفيذية لإتعاد البرلماني الدولي والمرة الثانية لما تشرفت بتمثيل المجموعة العربية وصلت إلى نائب رئيس الاتحاد البرلماني العربي واعتقد أن بقدر المستطاع حملنا كل القضايا العربية وفي مقدمة قضية القدس وفلسطين وأيضا ما يحدث في سوريا وكثير من الدول ومنعنا حل وإيقاف أو طرد برلمانات عربية من منظومة الاتحاد البرلماني الدولي وهذه كلها الأمور موثقة ولا تسجل لفرد إنما تسجل للكويت فأعتقد أن علاقاتنا العربية الآن في قمتها والأساس الخليج الذي ننطلق منه هو صلب سعادة الرئيس يعني عفوا في هذا السؤال البعض يقول يعني إحنا هناك لدينا مشكلة في الوضع الداخلي يكون عدم استغرار سياسي موجود يكون أحيانا هناك أزمات سياسية في البلد فيقول الأولى أن رتب يعني بيتنا الداخلي من داخل ومن ثم الانطلاق للقضايا العربية يعني إن كانت غضية فلسطين أو القضايا العربية الأخرى والبعض أيضا وضع اللوم على مجلس الأمة من خلال أيضا وخصوصا في المؤتمر العربي القدس عاصمة فلسطين كان شعار هذا المؤتمر البحض قال يعني ما المانع يعني أن نصلح بيتنا الداخلي ومن ثم ننطلق لكن نشوف المجلس الحالي ذهب إلى الغضايا الخارجية بعيدا عن الإصلاح السياسي الداخلي ردك على هذا الكلام؟ لا أبد أن أخي أحمد أنا لا أجد هناك أي تناقض أو تعارض بين الأمرين الإهتمام بالشأن الخارجي لا يعني إهمال الشأن الداخلي والإهتمام بالشأن الداخلي لا يعني أيضا إهمال الشأن الخارجي نحن نسير في خطين متوازيين نعم إذا بتكلمني عن أهمية الشأن الخارجي أنا أقول لك وضحت لكم ساعة أهمية هذا الأمر لأننا نعيش في محيط ملتهب ونحن الدولة الأقرب لخط النار وخطوط التماس وبالتالي أول دولة ستكون معرضة لأي أمر لا سمح الله في حال انفجار أي من الألغام والقنابل الموقوط المحيطة بنا ستكون الكويت نعم فواجب علينا أن نقوم بهذا الدور والإهتمام بالدبلوماسية البرلمانية الخليجية لكن هذا لا يعني أبدا أن نحمل الشأن الداخلي وراح نتكلم عنه إن شاء الله شأن الداخلي ساعة الرئيس تسكيتك رئيسا للبرلمان للبرلماني للاتحاد البرلمانيين العرب ماذا يعني لك هذا المنصب لا يعني لي أنا شخصيا ولكن يعني للكويت يعني أنه في ثقة في دور الكويت في احترام للبرلمان الكويتي وفي تقدير لدولة المؤسسات والدستور في دولة الكويت ولذلك تجديد هذه التسكية أمر يسجل لدولة الكويت وهذا بالنهاية يعني تكليف وليس تشريف ومسؤولية كبيرة ودور إن شاء الله نستطيع أن نقوم به نتمنى لك توفيق ساعة الرئيس ساعة الرئيس نتكلم يعني يمكن جميع الكويتيين طالبوا بميزة الشنغن يعني ووجدنا اهتمام بالق من قبل رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم لهذا الأمر البعض قال ما علاقة البرلمان الكويتي ورئيس مجلس الأمة في هذا الموضوع في فيزة في أوروبا ولا غيره يعني فردك على هذا في البعض يقول فعلا يعني في البعض يقول ما علاقة البرلمان الكويتي ليش مو مجارة الخارجية فيعني إذا تسمح لي من خلال حضرتك أن أشرح لأستاذ المشاهدين الشنغن رفف فيزة الشنغن وهي مو مجرد أن الكويتين يدشون بدون فيزة هي مرتبطة بأمور أخرى كثيرة لما تكون تحت منظومة الشنغن في طريقتين حتى أن تكون من ضمن هذه المنظومة ويدخل مواطنين من الدولة إلى الدول الأوروبية دون الحاجة إلى فيزة الطريق الأول هو أن تأخذ موافقة المفوضية الأوروبية وهذا دور حكومي بحت بعد أخذ المفوضية الأوروبية لا يعني هذا الموافقة الأمر يُعرض الأمر في البرلمان يعني في نهاية المطاف يُعرض الأمر في البرلمان يُعرض الأمر في البرلمان الأوروبي إذا صوت ضدها خلص يصبح قرار المفوضية كأن لم يكن وإذا صوت معها يُعتمد قرار المفوضية وتأخذ الإجراءات التنفيذية الأخرى هذا طريق الطريق الآخر أيضا ينتهي في البرلمان وهو أن يصير في شورتكوت أو يعني باختصار مثل ما الأمر اللي قامت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشغيقة ذهبت مباشرة إلى البرلمان الأوروبي وحاولت تتحيد المفوضية الأوروبية بأن الشروط قد لا تكون مستوفات بالكامل وهناك بعض الملاحظات قالوا لهم أنتوا يعني لا تدعمونا لا إيجابا ولا سلبا احنا رحيين للبرلمان الأوروبي فكل الخطين أو الطريقتين أو المسارين ينتهيان في البرلمان لذلك من يقابل البرلمان وين وصلتوا في هذا الموضوع وصلنا إلى الدور الحكومي قاعد قوم في وزارة الخارجية وأتمنى أن تتكلل جهودها بالنجاح وهناك خطوات يعني قاعد تأخذ الأمر ما يتم بيوم وليلة أنا أتوقع ستكون هناك فترة لنتقل عن ستة شهر للانتهاء من هذا الموضوع لكن نتابع الخطوات الحكومية وهي تسير إذا خلصت الحكومة دورها حنا نقدر نقول جاهزي البرلمان الأوروبي أستطيع أن أقول بكل ثقة الآن بأنه إن شاء الله سيصوت من خلال الزيارات اللي قمنا فيها ومن خلال التحدث ليس فقط مع رؤساء البرلمانات في الدول نحن نقابل أيضا رؤساء الكتل السياسية الرئيسية والأحزاب الرئيسية داخل البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى نستقطب الأعضاء البرلمان في الدول اللي نزورها بالإضافة إلى لقاءاتنا مع العديد من اللجان مثل اللجان في الجزيرة العربية وغيرها من اللجان اللي قابلناها في البرلمانات نعم أنا هذا ودي أسئلك عنها فسأتسمح لبالجزية فاللي يسأل البرلمان الكويتي شنو علاقته بالموضوع لا بالنهاية القرار والموافقة من عدمها المختص بها البرلمان الأوروبي وما يقابل البرلمان هناك البرلمان هناك نعم سعد الرئيس قرأت لك عبر تغارير منشورة عن حوار في لجنة شبه الجزيرة العربية لإعلان حقوق الإنسان وكان لك كلام مهم خصوصا عن دولة الكويت ودي تكلمنا عن هذا الموضوع وعن هذا الحوار وهذا الأمر ما الذي حدث بينك وبينه في قضية حقوق الإنسان خصوصا في دولة الكويت وفي منطقة الخليج يعني هذا أخوي الفاضل أحمد يمكن يبيه لحلقة كاملة بس خلأ أحاول أختصر اختصار غير مخل اللي حصل أثناء زيارتنا للبرلمان الأوروبي سألونا سؤال قالوا هل أنتم مستعدين أن نتقابلون لجنة شبه الجزيرة العربية وهي تتكون من أكثر من 45 نائب أوروبي ويكون هناك حوار مباشر وصريح يعني نقعد على البانيل وهم يوجهون الأسئلة وأجيب على هذه الأسئلة وقلنا بكل سرور إحنا ما عندنا شيء خشة وإحنا نفخر بدولتنا دولة المؤسسات والدستور ومستعدين لمناقشتهم فحضرت أنا وأخواني وزملائي أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي فرنسي والإسباني إسباني والألماني الألماني وبدأ يعني أكثر من 40 نائب اللي كانوا حاضرين يوجهون العديد من الأسئلة أسئلة كثيرة شنو أهم هذه الأسئلة؟ يعني بضرب لك على سبيل المثال سألونا سؤال قالوا أنتوا بخالفين لإعلان حقوق الإنسان قلنا ليش؟ قالوا أنتوا تبقون عقوبة العدام وهذه العقوبة إحنا بدينا نشيلها وهي مخالفة للكذا فلما تخاطب لما تخاطب النمواب الأوروبيين ما تستطيع أن تخاطبهم بنفس اللغة اللي نتحدث فيها أنا وياه فخاطبناهم بلغتهم قلنا لهم أنتوا دول ديمقراطية وتدعون بأنكم تسعون إلى نقل الديمقراطية إلى كافة دول العالم وتفعيل الدور البرلماني في كافة الدول وأن القرارات تأخذ بالأغلبية ما يصير أنتوا تناقضون نفسكم هذه القوانين والتشريعات الموجودة في الكويت الأعدام وغيرها صادرة من البرلمان ما يتفقط من الحكومة هذه قرارات صدرها البرلمان الكويتي الذي يمثل الشعب الكويتي وكلهم يعرفون أن الانتخابات في الكويت انتخابات حرة ونزيها وبالتالي المجلس يمثل الشعب الكويتي تمثيل حقيقي فشنو شنو اللي تابونه تابون أن تفرض على مؤسساتنا الدستورية قرارات لا يرغب فيها الشعب الكويتي هذا أمر مرفوض الأمر الآخر ناخد مثل عندكم في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية يم ولاية هذا يطبق فيها الأعدام والأخرى لا يطبق فيها الأعدام ما صارت بينهم حروب ولا صار بينهم قتال احترمت كل ولاية رأي الولاية الأخرى وفي كل ولاية لها قوانينها ولها تشريعاتها رغم أنهم في دولة واحدة فما يصير هنا شديد العقاب وهنا غفور الرحيم هذه لغتكم هذه لغتكم يا أوروبيين هذه لغتكم التصويت للأغلبية والرأي للأغلبية وتفعيل البرلمانات والديمقراطية بسلبياتها وإيجابياتها فما يقوي وضعنا ويحصن تشريعاتنا أنها صادرة من البرلمان حر منتخب صحيح وحقيقة في شهادة الجميع الكثير من القضايا التي طرحت طرحت قضية البدون وشرحناها طرحت قضايا المرأة أيضا وشرحناها يعني كان لقاء صريح نحن منعرف ما يقولون لكن قلنا لهم مستأدين نجاوب أي سؤال وقعدنا لساعات في قاعة كبيرة هم يوجهون الأسئلة وجاوب على أسئلتهم والله الحمد يعني الانطباع بعد هذا اللقاء لدى كثير من النواب تغير بدرجة يعني بدرجة كمية 180 180 درجة قالوا ونحن ما كنا فاهمين هذا الوضع ولا كنا عارفين رأيك يختلف عن رأي صحيح أنا أحترم رأيك وأنت تحترم رأيك لكن لا تتقول لي بإني أنا بفرض رأيي عليك وعلى برلمانك وعلى شعبك وعلى رأيي الأغلبية عندك معادة الديمقراطية نعم تعتقد يعني هناك فائدة من هذه الزيارات لتوضيح الكثير من اللغة والأمور اللي يجب أن يوضحها عن صورة الكويت في الخارج احترام كل طرف لخصوصيات الطرف الآخر تحتاج إلى حوارات مباشرة يشرح كل طرف وجهة نظره ولا يفرضها على الغير أو على الطرف الآخر وهذا ما يحدث في زياراتنا حن مسؤول صرح تصريح في الكويت والعالم أصبح صغير الآن صحيح كان لها ردة فعل سلبية عند صرح فيها حتى وزير الخارجية البلجيكي لأن ما عندهم ما عندهم أحد التصريح إذا بتتكلم فيها قد يأخذ الكثير من الوقت لكن النقطة اللي أريد أن أوصلها بين هذه اللقاءات وهذه الحوارات تؤدي إلى كسب تأييد كبير في هذه الدول المهمة والتي لها تأثير كبير وأيضا تؤدي إلى فهم أكبر لسماحة ديننا ولأخلاقنا ولعاداتنا ولتقاليدنا أحنا ضربنا في هذا اللقاء مثال على بعض الخصوصيات اللي عندهم غير مقبولة لا في ثقافتنا ولا في تقاليدنا ولا في عاداتنا لكن نقول هذا الأمر يخص حقهم ما دام هي أصادر بطريقة ديمقراطية أيضا لنا تقاليدنا اللي نعتز فيها ولنا عاداتنا ولنا ديننا اللي نتمسك فيه وشريعتنا اللي نعتز فيها يجب عليكم أحترام نعم هل هناك استراتيجية في غضية الشأن الخارجي البرلماني موجودة في رؤية المجلس الحالي اللي هو تحت رئاستكم بالتأكيد فيما يخص مثل ما قلت لك الشأن المحلي أو الكويتي نحن نريد أن نكون مستعدين لأسوأ الاحتمالات نعم وسنحتاج البرلمانية الدبلوماسية إذا كنا نريد تأييد هذه الدول تأييد مطلق نعم سواء على مستوى قرارات سياسية أو مستوى قرارات أسكرية والدور البرلماني لن يقل أهمية عن الدور الحكومي في هذا المجال على الصعيد الخليجي مثل ما ذكرت لك يجب أن نكون كتلة أقوى وأكبر وعلى الصعيد العربي نحاول أن نلملم ونجمع الصفوف حتى ننتصر لقضايانا ومع احترام اللي يقول لي والله قضية القدس مهمة وقضية كذا أنا أعتقد هذه القضايا هي عبارة عن واجب شرعي ووطني ودستوري وثوابت تمثل نحن جزء من الأمة العربية ونحن مسلمين وهذه واجبات يعني كل يجب أن يؤديها من موقع نعم ساعة الرئيس نحن مكملين حديثنا معاك فحبينا نخلي في البداية حديثنا عن الشأن الخارجي وسننتقل إلى ما هو ساخن من خلال أداء مجلس الأمة والحكومة في المحور التالي إن شاء الله وسنتكلم بكل شفافية ووضوح في هذا الأمر رايحك بفاصل ومن ثم إن شاء الله نكمل حديثنا مشاهدين الكرام فاصلك صير وردين لكم الأسئلتكم اللي في تويتر إن شاء الله ثقوا تماما راح تكون موجودة وهي من ضمن الأسئلة إن شاء الله المعدة في هذه الحلقة مشاهدين الكرام بس للأمانة يمكن قبل شوي شفتانا إعلان جريدة الكويتية يعني موجود ويانا وأنا استذكرت موغف كان لهم في قضية نشاط البرلمان الكويتي خارجيا كانت هناك افتتاحية ساعة الرئيس رائعة تحدثت عن نجاح برلماني كويتي في مسألة السياسة الخارجية من خلال البرلمان وتحركات البرلمان الأخيرة نشكرهم على هذا الأمر حقيقة مواله غريب عليهم بس إذا تسمح لي أخوي أحمد قبل الانتقال الشأن المحلي المحلي يمكن الورف ما اسعفنا ودخلنا في فاصل هناك نقطة لا أستطيع يعني أنا أحدث عن الشأن المحلي دون أن أذكرها وهو الدور الكبير لصاحب السمو أمير البلاد في السياسة الخارجية هذا أمر لمسناه أنا وكل زملائي وأخواني أعضاء مجلس الأمة في الوفود الخارجية حملنا من قادة الدول رسائل لصاحب السمو وتطلب التدخل لإصلاح ذات البين بين دول هي أكبر في المساحة وعدد سكانها يفوقنا بأضعاف مضاعفة وذلك لما يسموه من مكانة واحترام لدى هذا الدول وأنا أقول لك إياها دون مجاملة أعتقد يعني إقامة مؤتمر المانحين الأول والثاني في الكويت القمة العربية الأفريقية في الكويت استضافة القمة الخليجية وأيضا سنستضيف القمة العربية في مارس المقبل الدور الإنساني لصاحب السمو في سوريا دوره في إصلاح ذات البين بين الأشقاء وبين الأصدقاء أنا ما أقولها ككويتي لكن أقولها كمنصف أعتقد أن صاحب السمو يستحق جائزة نوبل للسلام شهادتي ولا شهادتك ولا شهادة الأخوة المشاهدين ككويتيين قد تكون شهادة مجروحة لكن عطني قائد بهذه الصفات بين كل دول العالم قام بدور يعني مشابه أو حتى مقارب خلال هذه السنة الكويت ما هي مضطرة ولا صاحب السمو مضطر بأن يستضيف مؤتمرات المانحين صحيح ولا هم مضطر بأن يستضيف القمة العربية الأفريقية ولا هم مضطر بأن يقوم بكل هذا الدور الدبلوماسي في إصلاح الأمور بين الدول المختلفة لذلك أنا أعتقد وهذا يعني رأي ورأي الكثير من الكويتيين بأن صاحب السمو يستحق جائزة نوبل السلام لهذا العام نعم وهناك حملة يعني شبابية كويتية بدأوا في هذا الأمر دعما لكلامك سعاد الرئيس أن يتحدثوا في مسألة أن يكون هناك يعني دعم إعلامي لهذا الموضوع الذي تفضلت فيه من خلال السامات سمو أمير البلاد عسى الله يحفظه في هذا الأمر وهذا ما نحتملنا يعني من باب الأنصاف وليس من أي باب آخر نعم ننتقل إلى الشأن المحلي وما أدراك ما الشأن المحلي يعني أنا أتكلم معك بكل صراحة طبع هناك حالة منذ التذمر عند المواطنين من خلال أداء مجلس الأمة من خلال السنوات الأخيرة اللي صارت ماذا سيقدم مجلسكم الحالي حتى يغير هذه النظرة نظرة التذمر والتشاؤم أن المجلس ما منه فائدة عدم الاستغرار مجرد يعني زوبعات إعلامية وبالنهاية المواطن ما يحصل شي ماذا سيقدم المجلس الأمة الحالي تحت رئاستك سعد الرئيس مرزوق عدل الغانم لتغيير هذه النظرة عند المواطنين شوفوا أخويا أحمد يعني تغيير أي وضع يجب أن يبدأ بالاعتراف وتشخيص مساوء هذا الوضع نعم لازم نعترف في تذمر نعم في تذمر في عدم رضا عن أداء المجالس في السنوات الأخيرة نعم في عدم رضا وأنا ما لهم المواطن يعني إحنا متهمين بعدة أمور متهمين بأن إحنا أحد أسباب تعطل التنمية بالبلد وإن كانت هذه يعني مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى لكن ما أستطيع أن أنكر بأن المجلس له دور في هذا الأمر إذا كابرنا وما اعترفنا ما رح تغير شي لكن إذا بدأنا بالاعتراف نعم ووضع الأمور في نصابها وتشخيصها وتحليلها ومن ثم وضع الحلول لها عندئذ سيكون هناك تغيير أنا أقول لك لا رح تغير الأمور أو على أقل تقدير أنا وزملائي هذا العمل ما يأتي بشكل فردي هذا يأتي بشكل جماعي أنا وزملائي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة الحالي لديهم ورغبة أتلمسها وأشعر بها في التغيير للأفضل لكن أيضا يعني في كلام أنا دائما كنت أقوله ولازم يعني يعرف الجميع أنا شبه الديمقراطية ومجلس الأمة مثل السلاح الفعال قد تستعمله في عمل مشرف وراقي مثل الدفاع عن وطنك الدفاع عن أرضك الدفاع عن أرضك ونفس السلاح قد تستعمله في ارتكاب جريمة أو قتل إنسان بريء المشكلة مش في السلاح المشكلة في كيفية استخدامه وهذا الأمر ينطبق علينا حننا في الكويت ليعرف الجميع المشكلة مو في الديمقراطية ولا في مجلس الأمة ولا في الدستور المشكلة في كيفية استخدام الصلاحيات الدستورية الاستخدام السليم واستثمارها الاستثمار الأمثل والأفضل لنحقق مطالب الشعب الكويتي وخلونا نتذكر لما كنا في مقدمة الركط وكنا متقدمين على كل دول المنطقة ترى كان عندنا ديمقراطية وكان عندنا مجلس الأمة وكان نعم لكن كان عندنا أيضا أعضاء مجلس الأمة يحسنون استخدام هذه الصلاحيات الدستورية وهذا ما ننوي وبالفترة الأخيرة هناك انحراف البعض يتهم المجلس هناك انحراف حننا يعني أنا حفاظا على وقتك ووقت السادة المشاهدين أنا ما بأكرر الحديث حننا بدأنا بتقويم ما نعتقد بأنه عوجات حضل حصر في الممارسة الديمقراطية السابقة بدأنا بالالتزام نصا وروحا بالأطر الدستورية طرح نواجهنا عشر استجوابات نعم في جلسات علنية دون حالة لتشريعية ودون حالة لدستورية فقط طبقنا الدستور على أول استجواب وبدأت كل الاستجوابات تسير في مسارها الصحيح نعم وأيضا يعني ما بي أخلط المواضيع ما يخالف ما يخالف ولكن أخو يا أحمد احنا يعني من خلال فقط جلستين يعني استطعنا إنجاز سبع قوانين هذا في موضوع الإنجاز أنا ستحدث عنه قضية الإنجاز البعض أصلا يتهمكم بعدم الإنجاز من خلال المجلس الحالي لكن البعض يتكلم عن قضية يعني التعاون تتحدث عن قضية الاستجوابات العشرة مثلا في قضية التعاون البعض وصف هذا المجلس إنه مجلس متعاون لحد مش تعاون مع الحكومة نقول لي قد يكون التعاون شيء إيجابي لكن يقول إنه والله مع الحكومة واسمح لي في هذه الكلمة سعة الرئيس مع الخير يا شكرا يعني هذا المجلس مجلس حكومي وليس يعني مجلس لديه الموضوعية في تقييم الكثير من المواضيع يعني اللي تهم الناس وتخص الناس وأحيانا يقف ضد الحكومة فالبعض يقول لا إن العملية هي عملية إن المجلس كم الحالي ما هو مجلس يعني مو هي قضية التعاون هي قضية أن يريح مع الحكومة في كل قراراتها يعني شوفوا أقوي أحمد هذا الكلام يطلق على كل المجال المجلس المبطل الأول لما وقف مع رئيس الوزراء في استجواب صالح ورأيضا التهم بأنه مجلس حكومي المجلس المبطل الثاني التهم أنه بجيب الحكومة هذا المجلس أنا شخصيا رئيس شخصي أراه مجلس متوازن توقف مع الحكومة مش اتهام نعم يعني تهرب منه توقف مع الحكومة بالحق والباطل هذا هو الاتهام أنا أعتقد هذا المجلس قدمت فيه استجوابات بغض النظر أن رأينا في كل استجواب على حده هناك استجوابات كانت منطقية وقدت إلى نتيجة هناك استجوابات لم تحصل على طلب طرح الثقة بعض الاستجوابات حصلت على العدد الكافي لتقديم طلب طرح الثقة بعض الطلبات طرح الثقة كان واضح أنه لو تم التصويت عليها كان سيسقط الوزير وبالتالي بعض الوزراء قدموا استقالاته فكل الحالات اللي حصلت في المجالس السابقة تحققت في هذا المجلس فشون يصير مجلس ما خالفت الدستور سعاد الرئيس في تعاطيك مع هذه الاستجوابات كرئيس مجلس الامة أبدا كل الاستجوابات كانت لاحية وفق لي الأطور الدستورية وما عملناه بالبداية هو ما نوجه كل الاستجوابات اللاحقة التي تكون ضمن الإطار الدستوري حتى وصلنا وأشيد بأحد الاستجوابات النائب الفاضل دكتور خلل عبدالله وقف قبل الله يصعد المنصة قال لأخي الرئيس أنا في استجوابي بعض الجمل وبعض الفقرات أريد حذفها لأني راجعت الخبير الدستوري وقال لنا وهذا أمر يسجل للأخ المستجوب وذكرتها قبل تقويم العوجاج أيضا ما يصير فيه يوم وليلة لكن تقول لي ماشيين بالخط السليم أقول لك نعم ماشيين بالخط السليم وراضعا ما تقوم فيه كأذى في التعامل مع اللائحة ومع التعامل مع هذه الاستجوابات بالتأكيد قبل شوي عرجت في قضية جدا مهمة في قضية الإنجاز اليوم البعض يعيب على مجلسكم الحالي بقلة الإنجازات وأن المجلس الحالي لا يوجد أي إنجازات وتشريعات للمواطنين والعجلة بطيئة في هذا الأمر خصوصا البعض قال أن هناك بعض الغوانين المنجزة أخيرا المؤخرا تم إنجازها لكن ليست على مستوى طموح المواطن الكويتي من خلال التشريعات تحقيق طموح المواطن الكويتي أمر ليس سهلا لمن يقدر هذا الطموح ويقدر سقفه لكن أيضا من يريد أن يقيم يجب أن يكون منصف أن بدأنا المجلس بدأ دور المعقاد في نهاية شهر عشرة يعني يعني ما كملنا لأن كان هناك عطلة برلمانية نعم كان هناك عطلة برلمانية عدد جلسات المجلس حتى الآن ثمان شيل الجلسات الافتتاحية بقو ست شيل جلستين خاصتين واحدة للإسكان واحدة كانت مخصصة للدعو بقى أربع جلسات أثنين منهم يعني استهلكوا في الاستجوابات التي قدمت جلستين فقط اللي عقدناهم استطعنا إنجاز قوانين مهمة استطعنا أن ننجز سبع قوانين في جلستين وهذا رقم كبير بالنسبة ل جلستين فقط من جلسات البرلمان لذلك أنا قلت بدأت العجلة تدور الظروف السابقة خارج إرادتنا لما الحكومة ما تحضر الاستقالة يعني نصفة أو أو أكثر هذا أمر خارج عن إرادة المجلس لكن متى ما سنحت للمجلس الفرصة وقد سنحت في جلستين فقط أنجز لما تي إلى مطابق المجلس يعني كليجان استغرقت أكثر من 300 ساعة عدت أكثر من 149 تغرير صحيح هذا ما يبين للناس إلا لما يطرح في الجلسات ويخرج على شكل تشريعات لكن يعني هل هناك تسريع لعجلة تشريعات بشكل أكبر هناك اهتمام يعني في هذا الأمر في قضية التشريعات بتأكيد أخو يا أحمد يمكن تلاحظ في جلستين يعني خلصنا قوانين قوانين ثقيلة وقوانين مهمة ويود يتكلمني عن هذه قانون الكويتية قانون القرض الإسكاني تعديل بعض مواد المشاريع الصغيرة قانون الحضينات وغيرها من الحضينات وغيرها من القوانين الأخرى كانت يعني الحضينات أجلتوا للتشريعية أعتقد أجلتوا يعني حولتوا للتشريعية لا 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 ما حولنا إحنا استخدمنا وقد تكون هذه أيضا أول مرة المادة 103 من اللائحة التي نسأل من حق المجلس أن يحيل بعض القوانين إلى اللجنة إلى اللجنة التشريعية بعد الانتهاء منها للنظر فقط في الصياغة حتى نضمن أنه ما يصير فيه أخطاء في الصياغة وهذا ما فعلنا وسنفعله في أي قانون تقدم فيه تعديلات كثيرة أثناء المداولة الثانية لذلك يمكن لاحظت أثناء الجلسة وجهت أكثر من رجاء لزملاء النواب إنما بين المداولة الأولى والمداولة الثانية قدموا تأديلاتكم إلى اللجنة المعنية حتى يتسنى لهذه اللجنة دراسة هذه التأديلات وصياغتها الصياغة السليمة ومن ثم تقديم تقرير فيها أثناء مناقشة القانون في المداولة الثانية لكن إذا بنناقش كل التأديلات أثناء الجلسة يعني هذا قد يقعنا في بعض الأخطاء والمشرع في اللائحة جعل الأصل بأن تقدم التأديلات على الأقل قبل 24 ساعة من الجلسة وما يقدم أثناء الجلسة أو قبلها مباشرة هو الاستثناء والذي يحتاج إلى موافقة المجلس حتى يناقشه لذلك على كل تأديل جديد كنت أخذ موافقة المجلس من حيث المبدأ على مناقشة هذا التأديل ومن ثم الناقشة فالآن إذا قدمت تأديلات كثيرة سيحال القانون إلى اللجنة التشريعية لدراسة من حيث الصياغة وليس الموضوع وإعادتها للمجلس يتم التصويت عليه مداولة ثانية في المجلسة نعم خلننتقل أيضا إلى نفس الموضوع في إدارة جلسات مجلس الأمة لكن هناك بعض التناقضات اسمح لي في هذه الكلمة في مسألة الغرارات وخصوصا يعني مؤخرا في قضية مسألة رفع الحصانة تم رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم ولم يتم رفعها بنفس الوقت عن النائب فيصل دويسان لماذا هذا التناقض والتمايز ما بين هذا العضو وذاك العضو أولا أخي حمان فيما يخص الشق الأول يعني أي إدارة سليمة لا يمكن أن يحققها الرئيس منفردا نعم إنما أنا أنا اللي أود أن أشكر الأخواني وزملائي أعضاء مجلس الأمة على تعاونهم معاي اللي أدى الله الحمد إلى ضبط الجلسات وإلى الانتاجية اللي حصلت في الجلسات أما في موضوع الرفع الحصانة فأبدا ما في تناقض شلون أنا أقول لك شلون المادة 21 و22 من اللائحة الداخلية تقول أن تنظر لكل حالة على حدة التصويت على رفع الحصانة من عدم على النواب ما هي بشكل جماعي كل حالة ترفع اللجة التشريعية تقرير فيها ويقرر المجلس من ناحية الكيدية ولا ينظر فيها من حيث الموضوع الأخ في صلوب دويسان قضيته تتعلق بشركة هو قدم مستندات وأدلة بأنها شركة إسرائيلية وبالتالي اشتكى وكيل للشركة عليه ورأت اللجة التشريعية بأن هذا القضية كيدية نعم وهذا ما رآه المجلس طبعا هذا مقرر رئيس قرار مجلس وهذا ما رآه المجلس ووافق على تقرير التشريعية بعدم رفع الحصانة عن الأخ في صلوب دويسان والأخصفة الحاشم موضوعها مختلف موضوعها سب وقذف لأحد المواطنين الآن هي على حق هو على حق الغضاء يفصل بهذا الأمر يعني لم تكن هناك يعني يعني أقول كيدية من قبل المجلس في أن يكون يريد يتم رفع الحصانة لا لا الكيدية ينظر فيها هل هناك كيدية تجاه لا لا أنا سؤال الكيدية من أعضاء المجلس في رفع الحصانة لا أنا أعتقد أن القرار كان يعني منسجم مع قناعات النواب وأنا يعني كنت طبق على نفسي وسأطبق على نفسي حتى في هذا المجلس إذا كانت العملية شكوة من مواطن أو غيره قد يكون النائب مظلوم وقد يكون ظالم اللي بد في هذا الأمر هو الغضاء أكيد أنا يعني بتكلم معك بكل صراحة ساعة الرئيس يعني ما في هناك نوعا ما نقول في تمايز في تعاملك مع النواب بشكل عام أنا ما بي أذكر أسماء أو أني أحدد أسماء هل الرئيس يميز ما فيهن هذا النائب ذاك النائب لا إن شاء الله كلهم أخوان وأشطاء وأحباب وزملاء اللائحة هي اللي تحكم نحن يعني اللائحة هي اللي تحكم خلال تعاملك مع النواب بالتأكيد ساعة الرئيس خلنا نتكلم في مسألة يعني وغضية جدا مهمة يعني البعض تفاجأ في هذه الخطوة وغيرت تكون خطوة إيجابية والبعض انتقد هذه الخطوة اللي هي في مسألة تعيين مستشارين أمثال الدكتور محمد الفيلي وأيضا الدكتور محمد المقاطع وأيضا الدكتور خليفة الحميدة كلجنة استشارية دستورية في مجلس الأمة سؤالي لماذا تم اختيار هؤلاء الأسماء على أي أساس تم اختيارهم وأيضا ما الهدف من وجود مثل هذه اللجنة شوفوا في المؤسسة التشريعية والمؤسسة البرلمانية مو بس في الكويت في كل دول عالم الديمقراطية دائما تصير هناك خلافات دستورية وتكون هناك اجتهادات مختلفة فتقوية البرلمان وتعزيزه بكفاءات وطنية هو بالتأكيد أمر محمود وما قرره مكتب المجلس من تأسيس هيئة خبراء دستوريين أنا أعتقد خطوة في الاتجاه الصحيح واللي مو خايف من شيء وليس يسوي شيء غلط ليش ما يستقضب الكفاءات الوطنية ويسمع عراءها هي بالنهاية عراءها استرشادية وعراءها يعني ما هي ملزمة لأي ناعب بس بقول لك أخوي أحمد وأسأل أي مشاهد بكل أمانة في كل الخلافات الدستورية اللي كانت تحصل في مجلس الأمة يكون هناك فريقين فريق مؤيد لهذا الرأي فريق مؤيد لذاك الرأي دائما يتم الاستشهاد وسؤال أحد هؤلاء الأفراد أو أحد الكفاءات هذا صحيح حتى نحن في وسائل الإعلام حيانا نرجع لهم صحيح حتى نستدعونهم وتنادونهم فليش يحرم على مجلس الأمة أن يستفيد من هذه الكفاءات الوطنية ولو مجلس الأمة يسوي شيء غلط ما ييب ناس بهذه القامة ولا بهذا الثقل ولا بهذا الحجم أما المعايير اللي استخدمها مكتب المجلس فهو معايير واضحة ومحددة من حيث التخصص ومن حيث الخبرة ومن حيث الأخدمية الدكتور محمد مقاطع تختلف تتفق معه ولكن ما أعتقد في أثنين يعني البعض سعد الرئيس يعني تكلم في غضية ما يحمل هؤلاء الأشخاص لهم كل التقدير والإحترام أكيد يعني البعض قال والله أن هذا ينتمي للفكر الفلاني أو الآخر ينتمي للفكر الآخر فالبعض يعني تكلم في هذا الجانب وفي هذه الحيثيات هل وضع هذا الأمر في عين الاعتبار في إنسان ما لا رأي في إنسان ما عنده فكر إذا ما كان عنده فكر وما لا رأي فهذا بيكون فاضي ما يستحق أصلا أنه أنا نحترم اجتهاداتهم وأراهم نحن ما نتكلم نحن نتكلم عن قضايا فنية نبحث عن الكفاءة تخصصية موهني يعني نحن نقول الحكومة لازم تدور الكفاءات ولازم تتيب رجال دولة ولازم تستند على الكفاءة بغض النظر عن الانتماء ما يصير نحن ندعو الحكومة يعني لتوجه بهذا الاتجاه وإحنا نيوم مجلس نقول لا هذا محسوب على التيار الفلاني نستبعدها وهذا محسوب على الطائفة الفلانية نستبعدها وهذا ما يجوز نحن يجينا معاييرنا تستند على الكفاءة بشكل تام نعم الدكتور محمد المقاطع الدكتور الفيلي الدكتور الحميدة كلهم يعني محمد المقاطع والدكتور الفيلي يمكن يعني أقدم الدكتور خليفة الحميدة من الكفاءات وخريج هارفورد وإضافة ممتازة بالإضافة الهيئة مو بس هم الثلاثة الهيئة بالإضافة للدكتور عبد الفتاح حسن الخبير الدستوري في المجلس وهو يعني علم وكلنا يعني نتعلم منه والدكتور منيب أيضا من الكفاءات اللي موجودة في المجلس فهي من خمسة تكلف بما يعني يراه مكتب المجلس من تكليف ومحقيقة كانوا إضافة كبيرة وأنا يعني أستغرب ممن يتضايق من تشكيل هكذا هيئة في البرلمان أستغرب ممن يتضايق من استقطاب الكفاءات الوطنية وتسخير علمهم وجهدهم وخبرتهم وتاريخهم لخدمة بيت الشعب والمؤسسة البرلمانية رأيهم ما يعجبك أنت حر نصحيح نحن نبي نستمع نعم نزق صحيح ما هو ملزم لكن ما يضر أنك أنت تستمع وكل النواب وكل الكتل السياسية كانت تتصل بأحد هؤلاء حتى في اجتماعات الداخلية دكتور شنو رأيك بالقضية الفلانية نعم دكتور شنو رأيك بالقضية الفلانية نعم ليش مكتب المجلس أو الرئيس ما يستشير هالكفاءاته أنا أعتقد أنها خطوة في الطريق السليم أنا يعني للأمانة يعني خطوة تحسب للمجلس الحالي من خلال وجود هؤلاء الشخصيات يعني شخصيات لهم ثقلهم ووزنهم في العملية الدستورية وكنا فعلا إحنا في وسائل الإعلام ننادي بهذا الأمر يا جماعة الخير خلوا عندكم لجنة استشارية من الدستوريين حتى لا يكون هناك لغط أو غلط في أي موضوع أن كان وبالنهاية الغرار مش ملزم بالنهاية الغرار هو للدستور واللائحة اللي يقتنع في مكتب المجلس وبزيدك من شعر بيتك ويا أحمد نحن في كل الأمور اللي تخص النواب وايد يلجؤون إلى الخبير الدستوري نبي رأيك بالغضية الأفلانية ليش تر خبير الدستوري واحد حيضا نحن عطينا مجال للمجلس أنت أي شيء يرفعلي مكتب المجلس ويحاوله وأخذ رأي أخذ رأي حيئة وقد لا تكون آراء متفقة قد يكون هناك أكثر من رأي هذه الآراء كلها تكون تحت يعني مرأة ونظر النواب وهم أحرار فيما يتخذونه من قرار نعم ساعة الرئيس هذا يمكن أكثر سؤال اليوم طالبوني في الناس في أني أوجه لك تفضل يعني في مسألة التعيينات وما تعيينات في مجلس الأمة كان هناك إعلانات عن تعيينات في مجلس الأمة ما ندريش صار على الموضوع كيفية الغبول هل قدموا الاختبارات وين وصلوا هل تم قبول أحد ولا ما تم قبول أحد يعني اليوم الشباب الكويت مجموعة من الشباب من خلال تويتر تحديدا وجهوا لهذا السؤال وقلت أمانة لازم أوصل هذه الرسالة لساعة الرئيس صار على موضوع التعيينات في مجلس الأمة لا لا من حقهم قبل لا نستلم كان فيه هناك إعلانات طلعت من مجلس الأمة تطلب موظفين في تخصصات معينة حصل أثناء فترة حل المجلس والانتخابات حصلت بعض المشاكل بتكلم كل شفافية وكل صراحة حصلت حالات غش كما نقل لنا بعد ما استلمنا وبالتالي تم إعادة كل الاختبارات خل أقول يعني إذا تسمح لي أخوي أحمد من خلال برنامجك لن أعرف أن عدد كبير يعني تقدموا كم العدد تقريبا شوف من تقدم لهذه الوظائف حسب الأرقام اللي زودتني فيها الأمانة 1249 طلب مستوفي الشروط الموجودة في الإعلان من سيتم تعيينهم من 1249 هم 50 لا أسسوا المعايير في مسئلة تركيا أنا أقول لك إحنا نطالب نقول ما نبي واسطات وما نبي محسوبيات ونقول حق الحكومة نبي أن تكون شفافة وواضحة وما تظلم الكفاءات لا يمكن أن نطالب بهذه الأمور ولا نطبقها في مجلس الأمة لأن فاقد الشيء لا يعطيه لذلك قمنا بالتالي وأتكلم يعني بكل وضوح رغم واحد الاختبارات كلها عدت من قبل جامعة الكويت التصحيح يتم من خلال لجان لا تعرف الأسماء على السيريال نمبر التقييم هو كالتالي 60% على معدلك معدلك 100 تاخذ 60 نقطة معدلك 90% تاخذ 90% من هال60 نقطة معدلك 50% تاخذ 30 نقطة بعدين 30% على درجتك في الاختبار اللي هو يعني قدر المستطاع ولم أجد إجراءات أكثر من هذه حتى نكون شفافين وعادلين مع الجميع عدة من قبل جامعة الكويت ولم تعد من الداخل ومن لجان مختلفة والتصحيح على السيريال نمبر ما حد يعرفه هذه عليها 30% درجتك في الاختبار و10% في المقابلة الشخصية وأيضا في المقابلة الشخصية حتى العشرة بالنمية ما تفرق وايد من شخص إلى شخص التصحيح راح يكون أو الدرجات من خمسة إلى تسعة ما لا يمكن شيء جدا متميز فوق هذا الأمر وما لا يمكن يعني أي شنيع حتى يأخذ أكثر من خمسة حتى لا يحت التمايز بناء على السلطة التقديرية في المقابلة الشخصية هذه النتائج كلها ستعلن في العلن راح أعلقها في المجلس ورح أحطها في موقع وهذا قرار يعني أشكر أيضا زملائي عضاء مكتب المجلس ساندوني فيه لأنه أنا عرضت على مكتب المجلس ومن لديه شكوى يتقدم بشكوى إلى مكتب الرئيس مباشرة إذا تم تخطيره وبالتالي يعني الأفضل وفقا لشهادته ولنتيجته بالاختبار سيتم اختيار اللي هي عليها تسعين بالمئة ومقابلة الشخصية اللي هي عليها عشرين بالمئة لكن لن يحد التمايز كبير حتى ما تكون فيه سلطة تقديرية وأيضا اللجنة الإتقاب المكونة من الأمين العام وأحد الدكاتر المتخصصين في التخصص اللي مقدم فيه الطلب وأيضا واحد من علم النفس حسب ما تخصص علم النفس حسب ما خبروني هذه الأمور إن شاء الله كلها ستعلن في فبراير أنا أعرف وأقدر يعني في فبراير سيتم اعلان نتائج الغبور إن شاء الله ونتائج القبول نتائج القبول حتى يرفع الحرج عن الرئيس يعني لو بتصير فيها واسطات لو كل نائب بيتوسطها أقول أنا حجم أخوة المواطنين يعني عذروا نوابكم ترى للأمانة لا النائب ولا الرئيس ولا يعني كائنا من كان في المجلس يقدر يسوي شيء بعدين أخوي أحمد خنكون صريحين أنا ما بي أنام وواحد يدعي علي بأنه ظلمته واللي ما يعرف الرئيس أو ما لا علاقة بعضو في مكتب المجلس أو ما يعرف أي حتى نائب لكنه متميز وشاطر ويبي يعمل فيه هذه المؤسسة التشريعية ينظلم لأنه ما لا علاقة مع نائب يعني لا يعقل أن نعمل في المؤسسة التشريعية بهذا النهج و بهذه الطريقة ما نحجي إصلاحي صحيح صحيح يعني لا يمكن مجلس وبالأمانة سعة الرئيس هذا الأمر يحسب لك في غضية يعني الأسس والمعايير واضحة وتعال هذه الأسس حتى من عنده شك في غضية قبوله وعدم قبوله الأمور واضحة بالنسبة لها يحسب إن شاء الله لكل أحظى بدعم كامل من أخوان النواب يحسب لكل أعضاء مكتب المجلس وأيضا لأنه تعرف بعد نحن بالكويت عندك من قد لا يصدق ما أنا قايا أني شكيك لكن قد لا يصدق نتائج معلنة تشوف ترتيبك وتشوف دورك وتشوف درجتك وتشوف أمورك كلها شفت أحد أقل منك وتم تخطيرك لا حق التظلم طبعا مباشرة يتظلم إلى مكتب الرئيس وسأنظر فيها وأرض عليه رد مباشر وأنا أتأهد في لقاء حضرتك أمام الشعب الكويتي بأن أي واحد يتم تخطيره أو يتم ظلمه في هذه العملية بأن الوسائل ستكون متاحة أمامه بأن يتقدم مباشرة إلى مكتب الرئيس حتى يعطى كل دي حقا حقا نعم إذاك الله خير يعني سعدت الرئيس وهذه أيضا يعني رسالة للشباب في مسألة الغبول المعايير واضحة والأسس واضحة اللي قدم عدل واللي هي يعني وضعها ممتاز إن شاء الله مغابلة الشخصية أيضا جيدة إن شاء الله يعني يبشر بخير لكن العدد هو خمسين مثل ما تفضلت سعة الرئيس خمسين موظف فقط مطلوب خمسين أو خمسة وخمسين تغريبا يعني بهذه الحروات وليعرف الجميع أخوي أحمد مسألة عشان ترى اللي بتعيين ترى محد له فضل عليه لا رئيس ولا عضو يزاكر الله خير والفضل يرجع لجهده ولدرجته ولنتيجته هذا اللي نبي طبعا سمعنا أيضا على طريق التعيينات سمعنا أيضا دورة خاصة لأفراد الحرس الوطني وهذا يعني يقول لك خاصة لحرس الوطني عكس ما كان معمول فيه خاصة لحرس المجلس حرس المجلس من قبل أفراد يعني هو كان في السابق الحرس الوطني وهم اللي يقول لكم يعني الأفراد لكن الآن تغير الوضع هناك دفعة خاصة لحرس المجلس نعم كلمنا ليش هذه الخطوة وليش أقدمتوا عليها أنا أقول لك ليش يعني الحرس الوطني يزاهم الله خير وما قصروا يعني وهم قاعد يدعمون حرس المجلس دعم كامل لكن شو اللي حصل اللي حصل أن تأتي مجموعة من أخواننا أفراد الحرس الوطني ويكونوا منتدبين لفترة ثلاثة شهر أو ستة شهر في مجلس الأمة نعم على ما يتعلم على ما يرفض المجلس وعلى ما يعرف النواب وعلى ما يعرف الضيوب وعلى ما يعرف كيف يتعامل مع الجمهور لأننا أيضا يعني التعامل مع الجمهور عندنا ملاحظات عليه يعني يجب أن يكون التعامل بشكل يليق بمستوى المجلس ويعني يمكن في بعض الأحيان حصلت أمور أنا ما أنا قابل فيها لكن على ما يوصل إلى هذه المرحلة المتقدمة يتم تبديله ويون ناس آخرين جديد ناس يدد وتعال أنظر كم شهر على ما يتعود على هذا الأمر يعني من باب الأنصاف كان في هناك اقتراح مقدم من الشيخ مشعل الأحمد نعم رئيس الحرس الوطني وأنا فعلته اقتراحه كان قال يا وكلمني في هذا الموضوع قال يا أخ مرزوق أرجو أن تكون في دفعات خاصة لحرس المجلس نعم إحنا كحرس وطني حننا ندربهم حننا نسلحهم حننا مسؤولين عنهم وحننا نقوم بتلبية كل احتياجاتهم لكن حتى ما يتغيرهم يكونون ثابتين في مجلس الأمة فيأخذون الدورات التخصصية المتعلقة في أعمالهم داخل المجلس الأمة خاصة في التعامل مع الجماهير ومع الداخل ومع الخارج يعني هل يطلق عليهم الآن حرس المجلس فقط ومش حرس وطني ها يصرون حرس مجلس لأهم بالضبط نفس زملاءهم الحرس الوطني اذا شون دورة الحرس الوطني ويتم تدريبهم من قبل الحرس الوطني ويتم تسريحهم من قبل الحرس الوطني ويتخذ الحرس الوطني كافة الأمور يعني احتياجاتهم وأمورهم ولكن تبع أهمة حرس المجلس القوة التغديرية لمجلس الأمة مفروض أن يكون ثلاثمائة عسكري اللي على ملاك المجلس فقط أربعة عشر والعلى البسيط كلهم منتدبين فما أعتقد أن هذا صحيح هذه الخطوة أعتقد ستجعل الوضع في مجلس الأمة أفضل ستجعل التعامل مع الجماهير العزيزة والمواطنين اللي يحضرون لجلسات المجلسة مع تسجيلي لفائق شكري وتقديري واحترامي لكل الجهود اللي قاموا فيها أخواني العسكريين بالحرس الوطني واللي لو لاهم لما استطاع مجلس الأمة أن يحافظ على وضعه وعلى النظام الأمني داخله نعم أيضا فهذه بس قصة حرس المجلس في موضوع ساهم في التشريع قبل الله هذا يعني إذا مخرجنا يجهز لي تغرير ساهم في التشريع نشوف هذه اللغطات نشوفها ونرجع نكمل على هذا الموضوع أصبح الآن بإمكان المواطنين مشاركة في العملية التشريعية بشكل مباشر خدمة ساهم في التشريع التي يقدمها مجلس الأمة تتيح للمواطن المساهمة في التشريع عن طريق إبداء ملاحظاته وتقديم اقتراحاته على مشاريع القوانين التي تناقشها اللجال البرلمانية في المجلس مباشرة أبدي برأيك وساهم في التشريع لتقديم اقتراحك زر الموقع الإلكتروني www.kna.kw ثم اضغط على إعلان خدمة ساهم في التشريع ثم اختر اللجنة التي تود تقديم اقتراحك لها من قائمة اللجان التي تظهر لك واختر القانون الذي تريد أن تقدم اقتراحك بشأنه بالضغط على العرض والتعليق ثم قدم اقتراحك ساهم في تشريع القوانين التي تؤثر في حياتك موسيقى رجعنا لكم مشاهدين الكرام وشفتوا هذا يعني ساهم في التشريع شنو هذا المشروع وآلية استخدام هذا المشروع ودنا تعرفنا على هذا المشروع ساعة الرئيس البرلمان برلمان نبالكويتش اسمه مجلس الأمة صحيح ودستورنا ينص على أن الأمة أصدر السلطات وبالتالي أن نكون قريبين من الناس قريبين من آراءهم قريبين من اقتراحاتهم أعطاءهم وتسخير الوسائل لإيصال هذه الآراء وهذه الاقتراحات إلى أخوانهم المشرعين أمر يعني أعتقد أنه جيد هذه الحملة وأشكر الأخوة والأخوات في الأمانة العامة التي قاموا بتسيير وتوجيه الآليات لتمكين المواطن من إبداء رأيه أمر جيد كل الكويتين اليوم باستطاعتهم التعليق باستطاعتهم تقديم اقتراحاتهم على أي من القوانين التي تدرسها اللجان أو حتى التكليفات شي اللي كان يحصل لدينا أخويا أحمد وأنا جربت يعني في خمس مجالس بعد ما نقر بعض القوانين نروح الدواوين الناس تقرأ عن القانون بعد إقراره مجلس الأمة قررت القانون الفلاني في الجلسة الفلانية يقرون القانون تدش دوانية يقول لك أحد أصحاب التخصص أو القريبين من القطاع اللي يعني هذا القانون والله يا أبو علي شون قرأت القانون في المادة الفلانية لو أنتم سوين كذا كان أفضل الشوم ما انتبهت وحق هذه القضية هذا رح يكون فيه مشكلة طيب وين أراعك قبل القانون ش تراني هنا مني ش تراني أنتش قاعد ناقشون صحيح هذه المشكلة لو تسأل الخمسين نائب في كل المجالس السابقة لا أعتقد أن باستطاعتك أن تستثني أي منهم من هذه المشكلة طيب شون انتفاداها انتفاداها بأن يكون المواطن على علم بما يتم دراسته داخل اللجنة نعم هذه ساعة في التشريع بكل بساطة تدخل على موقع المجلس مثل ما شافوا الأخوان قبل قليل في نعم ساعة الرئيس يعني أبقاطك أيضا الجميل في هذا التغرير صوت أخونا العزيز الأستاذ بسام الجزاف يعني هو صوت من يعني تحدث وعرف في هذا التغرير نعم اتفاق ساعة الرئيس نحن رسام جهلة تحية إيضاً اللقاء تتحدث مثل ما شفته يستطيع أن يدخل أي مواطن بطريقة سلسة وبسيطة ومباشرة نعم تتعلق على مقال تدشعى اللجنة تشوف كل قوانينها تدشعى القانون تشوفها وتشوف ايضا اراء واقتراحات وتعليقات الاخرين ولله الحمد يعني وان كان يعني الانتشار الاعلامي مو شبير لهذه العالية حطينا يمكن اول اسبوع كان في حملة ولكن مع الوقت سيعرف الكثير لكن في المئات من الاقتراحات الوجيهة حسب ما افادني رؤساء اللجان لان الامانة العامة تاخذها الاقتراحات تطبعها وتوجيها الى اللجنة ورئيس اللجنة او مقررها يقرأ هذه الاقتراحات ما يجد فيه الوجاهة ويستحق ان يناقش من قبل اللجنة يطرح في بعض الحالات يتم الاتصال في مقدم الاقتراح اذا ما كان واضح او اذا كان يحتاج الى اي استفهام باختصار المشكلة اللي كانت عندنا ما ادري ليش ما قلتولي كان عندي راي كان باستطاع تقدم هذا التعديل القانون كان ممكن يظهر بصورة افضل الآن من خلال ساهم في التشريع هذه الامور كلها يجب ان تزعل ومن باب الانصاف يعني اشكر الاخ الوزير السابق الوزير السابق الدكتور عادل الصبيع هو كانت من اقتراحات عديدة قدمها لمجلس الامة هذه الفكرة كانت نوجه لتاهية ساعة الرئيس سأتحدث معاك بعد الفاصل عن مشاكلنا الرياضية والشاب الكويتي يعول على الرئيس مرزوق الغانم الرياضي قبل ان يكون رئيسا لمجلس الامة ورئيسا للسلطة التشريعية الناس تعول عليك الكثير في قضية المشكلة الرياضية واهتمامك في هذه المشكلة سأتحدث معاك ايضا وبكل سراحة يعني اسمح لي في موضوع ايضا استاذ جابر ورأيك في هذا الموضوع وايضا سأتحدث معاك في مفاجأ ان شاء الله بعد الفاصل خليها ليك عشان تكون ما بيننا وبين المشاهدين كل مفاجأة من خلال لايف مشاهدين الكرام فاصلك صير وردين لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة رحب فيك مرة اخرى ساعة الرئيس وسنتحدث معاك ايضا في غضية الرياضة وما ادراك الرياضة لكن قبل كل هذا الموضوع والمشاكل الرياضية ابيك تشوفوا اياه شيء ومن ثم نعلق عليه انا وانت اذا يعني كان هناك ان شاء الله تعليق من قبلكم من خلال ما حدث امس او يوم الثلاثة تحديدا بالضب مباراة الغادسية والعربي دعونا نشوف هذا المشهد نرجع لكم اش كان يقول لك سمولي العهد ساعة الرئيس لا انا ما قدر اقول لك شيء يعني الحديث اللي داير لكن اعتقد هذه اللغة كانت اثناء مباراة الغادسية والعربي مباراة الغادسية والعربي بس كانت بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح ماذا رايك في موضوع ضربة الجزاء لا انا اعتقد ان يعني ما لها اي اساس من الصحة ويعني قوية صراحة ماذا رايك ما حدث يعني سعد الرئيس عفن انت تابعي راي شوف تابعي اجاوبك جواب دبلوماسي كرئيس منس الامة لا 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 ابي كمواطن وكرياضي انا بجاوبك تسمح لي يعني اتخلص من قيود رئيس منس الامة وبكلمك كمواطن بس قبلها ما تقول ليش اللي دار ما بينك وبين سواء لا 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 سمولي العهد كان يستفسر عن بعض الامور لان امر صراحة كان غريب اللي قاعد يحصل وما شاهدنا يعني في النهائي بالتالي كان حوار بين سمو وليل هذا بالتأكيد ما حدث في المباراة يعني امر استعلى الجميع يعني القادساوية حتى اكثر من الارباوية وخاصة مباراة منقولة ومشاهدة وبين فريقين كبيرين ونادي القادسية ترى ما هو بحاجة لمساعدة حكمه وغيره حتى يفوز في بطولة والنادي العربي هو زعيم الاندية ونادي عريق وكبير وكذا بس بس الحكم لا يعني انا ما ودي يعني اغسي عليه لكن بصراحة هو خرب المباراة خرب المباراة خرب المباراة يعني بشكل يعني بيّن وكأنه منحاز بشكل كبير لفريق ضد آخر وهذا ما يجوز يعني وأن كنا يعني لا نرغب بما حدث في المباراة من أحداث وكخصوصا قاتل نقوله خليجيا وعربيا يعني صلعت بصورة قيد جيدة وسموه لي العيد ما لا ذنب يعني سموه لي العيد هو اقراء المباراة والكأس كأس سموه لكن الحكم وكأنه يعني يريد لهذه الأحداث أن تحصل واعتقد أن ظلم النادي العربي ظلم بيّن في هذه المباراة وأنا أعتقد يعني من يفقه يعني ألف باء التحكيم لا يمكن أن يعني يحكم بهذه الطريقة مو بس في ضربة الجزاء أيضا في أحداث كثيرة حصلت في المباراة لا يقلل هذا الأمر من فوز النادي الغاتسية النادي الغاتسية ما لا علاقة لكن رايي كرياضي وكمتابع أنا أعتقد أن النادي العربي ينظلم ظلم كبير في هذه المباراة نعم في الأواني الأخيرة هناك ولا علوم جمهورة على هناك احتجاجات كثيرة بسبب لجنة الحكام الموجودة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم رأيك في عمل هذه اللجنة سعادة الرئيس كرياضي أنا أعلمك كرياضي 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 وكموحاطن أنسى يعني أن رئيس مجلسة بالتأكيد لجنة الحكام مع كامل احترامي وتقديري لشخاص العاملين فيها ولكن ليست بالمستوى أبدا ومن أسباب خفاق الدوري وانخفاض مستواه وشعور العديد من الأندية بالظل رغم وجود بعض الحكام اللي حقيقة نعتز ونفتخر فيهم لكن معظم الكفاءات معظم الكفاءات تستبعت وتحارب في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتعديدا في لجنة الحكام وهذا بالتأكيد يعني يعاني من كل الأندية هل أنت مع المطالبة بإبعاد يعني بإبعاد أعضاء لجنة الحكام وتشكيل لجنة حكام أخرى من أشخاص مشهود لهم في العطاء وفي الخبرة وغيره؟ شوف إذا ترى الحديث بالنسبة لي شيء قد ترد نرى رئيس نادي وسولف بالرياضة ما عندي مشكلة فلاجرني أخوي أحمد وفي وقت ما لازم أرجع للقيود اللي ممسوكة بس خلأ أتكلم معاك يعني على راحتي نعم خذ راحي أنا أعتقد لسان حال كثيرين في النهائي يجب أن يكون أكلنا يومه أكلت ثورة الأبيض شلون؟ تعرضت الكثير من الأندية للظلم تقصد نادي الكويت سابقا؟ الكويت وغيره نعم تعرضت الكثير من الظلم بحالات صارخة هذا الأمر المتكرر من نفس لجنة الحكام الموجودة حاليا لا بد أن يولد الانفجار هذا يعني رأيي بكل صراحة وهذا ما شفنا من نائب الرئيس عزيز عاشور يعني هو فيه كلامه وفيه خطابه في أيضا في هذا الموضوع هو ليلعس مو ليلعه ما لا علاقة بالنسبة ليلعه رائل حفل وهو أكلم سمول العهد في غضية الظلم الذي وقع على مناد الحارة نعم تحدث يعني من حرقة مافيود تكلم الأخ جمال الكاظم يعني أمور كلها ما كنا نتمنى أن تحصل نحن كنا دائما يعني وأنا رأيي الشخصي وأقوله للمستقبل أن النهائيات أو المباريات الحساسة يفترض أن يتحكم حكام أجان مو تقليل من شأن الحكام المعليل لكن هذا المعمول فيه في كل الدول المتقدمة يرفع الضغوط هذا ما يعرف صحيح ولا واحد بهالجمهور ولا يعرف أحد بهالجمهور لو حتى حكام خارجيين يعني يكون في تبادل بين الحكام الخارجية حكم كفاءة خارجي ما نفس الحكم اللي حكم ترى النهائي هو حكم الكويت القادسية بالدوري هو يحكم بالبراحل السنية والنعم فيه لكن مو معقولة أن يتم استخدامه في كل المباريات الحساسة هذا رأيي الصريح مو كرئيس من سمه كرئيس من سمه جوابي دبل ماسي ولم يكن موفق وليس في يومه هذا رأي مرزوق الغانم الرياضي نعم يعني أوضحت في هذه المسألة لكن أسألك سؤال مزدوج المواطن ورئيس مجلس الأمة وينك عن المشاكل الرياضية سعادة الرئيس أنا ما أنا بعيد عن المشاكل الرياضية ولا أستطيع أن أنسلخ عن الرياضة بدمي والشباب والرياضة يعني من ان ولدت وأنا في هذا القطاع وفي هذا المجال حتى وصلت إلى مجلس الأمة وحتى أنا نائب بانسة لكن فيه أمر يجب أن يعرف الجميع التعاطي مع ملف الرياضة أو غيره لكني أتكلم تحديدا لأن سؤالك على الرياضة التعاطي مع الملف وأنت رئيس مجلس الأمة لا يمكن أن يكون بنفس طريقة التعاطي معاه وأنت نائب النائب أكثر حرية في اختيار أولوياته في اختيار ملفاته في اختيار طرحه رئيس مجلس الأمة مقيد بأولويات المجلس أحييك على هذه الصراحة أتكلم معك بكل صراحة و بكل أمانة أهمية هذا الملف لا زالت عند وضحة عندي وأنا أذكر رح أذكر الجماهير الرياضية أن كل اللي نحتاجه في المجلس فرصة رح يتم تشكيل لجة شباب ورياضة رح يتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشة مشاكل الرياضة والتشريعات اللي تحتاجها هذا رحيي لكن لا يمكن يا أخ أحمد حتى نكون منصفين لا يمكن أنا تعاطى مع الملف وأنا رئيس مجلس الأمة بنفس طريقة التعاطي وأنا نائب أيضا أنت كرئيس مجلس أمة يعني عندك قنوات تختلف عن القنوات اللي موجودة لديك نائب وأنا نائب أرا صرح ثاني يوم عليك الأمر رئيس مجلس أمة أنا أيضا في عندي قنوات وفي كلام يكون أكبر من اللي يقال في الإعلام يقال داخل الأبواب المغلقة وبالتالي احتراما لمن تصلهم الرسالة داخل الأبواب المغلقة أو احتراما لمنصبي اللي لا أملك أنا كشخص ولكن هذا صفتي لا أستطيع أن تعاطي مو بكيفي هل توصل الرسالة أنه يعني الرياضة مهمة مهمة ثم مهمة ثم مهمة وهذا القطاع قطاع شباب الرياضة بموجهة نظر الشخصية إن لم يكن الأهم فهو من الملفات المهمة جدا وهذا المجلس لتصل رسالة إلى الجميع من خلال حضرتك بأن هذا الملف سيكون يعني ملف ذو أهمية قصوة هذا ما نتمنى هذا ما نتمنى كشباب وكشباب رياضي يعني كثير يعول عليك في هذا الأمر نواب أكفاء أنا واثق فيهم أيضا سيتحملون أو سيحملون هذا الملف وسيسخر المجلس كل إمكانياته لخدمة هذا الملف نعم وكرئيس مجلس أمة أردو أكررها ما عندي عداء مع أي طرف ولكن إصلاح الوضع الرياضي مطلوب مواجب يزاك الله خير وهذا ما نتمنى منك في هذا الأمر أنا يعني بس لك أيضا في موضوع مهم فضل البعض قال أنه في ارتباط يعني وأنا بقوله لك بكل صراحة يعني ما دامك أنت عطيتني هذه الصراحة وتخليتني أتكلم بكل يعني أريحية في هذا المجال قول ولا بدون في غضية استاذ جابر يقولون أن الرئيس السيد مرزوق الغانم يتحسس من موضوع استاذ جابر هل تتحسس من موضوع استاذ جابر هل يسببك إحراج في التحدث عن هذا الموضوع هل تتكلم في غضية افتتاح أو عدم افتتاح موضوع استاذ جابر وعلي أنا أكلمك يعني من قلب محب لك وأيضا أحاول أنقل صورة الشباب في مثل هذه المنشئة اليوم اللي كلنا نتمنى وجودها أنا خلني أقول كلمة سعاد الرئيس أنه كان لك إسهام وإسهام واضح في إصلاح أرضية الملعب أنت والسيد فواز الحساوي ويعني هذا كان بشهادة الجميع في هذا الأمر وهذا الأمر يحسب لك في هذا الجانب لكن إحنا نتكلم عن منشئة قائمة اليوم هي حلم لكل الشباب الكويت الرياضي وين سيد مرزوق الغانم في مثل هذا الأمر أولا أخوي أحمد يعني إذا تسمح لي أطلب شهادة حضرتك لو أني أتحسس من موضوع أستاذ جابر أو أي موضوع آخر صحيح لا تطرحها أنت إن كنت تشهد لي قلت لك يا أخوي أحمد قل لي عندك سئة صحيح أنا ما عندي شيء صحيح وليش أتحسس من أستاذ جابر لأن والله المقاول هم شركة الأخرافي شركة الأخرافي خوالي وعلى عيني وعلى رأسي وأعتز فيهم لكن إن كان فيه هناك خطأ راح أقول لنا في خطأ وإذا ما كان فيه خطأ أيضا راح أقول لنا ما فيه خطأ والدليل على ذلك الأخرافي هم المقاول أنا وقعت على طلب تكليف دي وأنا المحاسبة في أستاذ جابر فأين الحساسية خلأ أقول لك رأيي فضل بكل صراحة في أستاذ جابر أستاذ جابر مثال صارخ وواضح لسؤال إدارة الحكومية شلون أستاذ مفتتع منتهي من 2007 إحنا بألفين دشينا 2014 ليل الحين تسليمة من 2007 ليل الحين ما بضبط 24-25-2009 تسليمة النهائي هذا وسلم تسليم الأولي 2007 الصحيح الآن إحنا بألفين واربعتاش ما تم افتتاح رسميا تقول لي شنو المشكلة أنا أقول لك برأي رأيي الشخصي على الأقل شنو المشكلة تغريدي وين المحاسبة موجود أي شي يقول ممكن يقرؤ الإشاعات والأمور النفي ومعرف يقول هذا الكلام هذا كله ما هو موجود يعني أستاذ ما في مشكلة أستاذ بوجهة نظري صالح لأن تقام عليك المباراة شحيق أقول لك أستاذ صالح أنا رحت وحضرت مباراة نهائي كاس الاتحاد الأسيوي بين القادسية وبين الاتحاد السوري ملعب ممتلع عن آخره صحيح لحضور المباراة والناس يأتي بتشوف أستاذ جابر ما طاح ما صار شي الاستشاري اللي حطت الحكومة مباشرة في أكتوبر 2012 أيضا عطى كفالة 20 سنة مدريش كثر على أستاذ جابر يحتاج إلى قرار شجاع وجريء باستتاحة نعم هذا ما يحتاج أستاذ جابر لماذا لم تكلم سمو الرئيس في هذا الأمر من يقول لك ما كلمنا احنا ليس كل ما يعرف في قرار لكن تصرح في هذا الأمر وأنا نائب ووقعت على طلب تكليف ديوان المحاسبة وأوقع على أي طلب تحقيق ما عندي حساسية بهذا الأمر لكن أصبح أستاذ جابر للأسف شماعة ومرتع ويوم بيزال أيسا الكلام الفاضي يزال أستاذ جابر يعني أقدر أقول عفوا ساعة الرئيس أقدر أقول الآن للمشاهد على لسان رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم الكلام في مسألة أن أستاذ جابر سيزال هذا الكلام غير صحيح وفق علوماتي وفق رأي شخصي مو صحيح يحتاج إلى واحد يوقف يقول لو أن كاس الاتحاد الأسيوي النهائي اللي كان بين الكويت والقادسية لو أن المضيف هو نادي الكويت لكنت نصحت أخوي عبد العزيز المرزوق والأخ خالد الغانم وعضاء مجلس إدارة نادي الكويت أن يعملوا على أن تقام المباراة في أستاذ جابر ما نسمع الآن وجود أنه فيه دعامات والجسور أشياء هذه بسيطة أشياء هذه بسيطة بالتقارير اللي موجودة أنا وقعت على أن يحول الموضوع إلى لجلة حماية المال العام وموجود في لجلة حماية المال وقعت على كل لجانة التحقيق فيما يخص أستاذ جابر وشي اللي مفروض أسويه حتى أثبت أنه والله ما عندي حساسية لا يحتاج أن أثبت لكن رأي هذا رأي نعم بس إحنا نطالبك بما أنك رئيس مجلس الأمة وثاني رجل في الدولة يعني لك أيضا صوتك المؤثر في أن نجد الفرحة للشباب الرياضي في افتتاح هذا تدري شنو المفروض يصير أنك تتواصل تدري شنو المفروض يصير واللي قاعد أنا أدفع فيه يفترض أن يكون الأستاذ جابر جهاز خاص مستقل أسوة بأستاذ الملك فهد أستاذ الملك فهد جهاز خاص مستقل في إدارته أكثر من أمية موظف غير العمالة اللي موجودة هناك وشوفها تحفة فنية رائعة رغم قدمها وإحنا أستاذ جديد تدري أكبر ضرر على أستاذ جابر الآن شنو مرور هذه السنوات الآن دون وجود أي صيانة نعم هذا اللي بيسبب مشاكل هذا اللي بيسبب مشاكل لأن منشأة بهذا الحجم لا تتم صيانتها لا بس للأمانة قايمين الآن في صيانة لا والله ما في صيانة يعني أيام اللواء فيصل جزاف وعندي سؤال على هذا الموضوع ما في صيانة كافية وأستاذ جابر يحتاج إلى إدارة كاملة المشاكل اللي بتعرض لها الآن يحتاج إلى إدارة كاملة مستقلة تحتم فقط في أستاذ جابر نعم لا يتنطط من جهاز وضحت يعني في هذا الجانب وأيضا بشكل عام عشان نختم في هذا المحور موضوع أستاذ جابر في قضية المنشآت نحتاج إلى منشآت كثيرة في الكويت إن كان أستاذ نادي الكويت من أقدم الأندية الموجودة في الكويت أستاذ نادي القادسية الآن يعني يفشل واحد يلعب عليه يعني مباراة من خلال الأرضية وحتى شكل الملعب بشكل عام أستاذ نادي العربي في المنصورية أيضا هناك مشكلة فنتمنى من ساعات الرئيس الاهتمام في هذا الأمر بشكل أكبر لأن الشاب الكويت يعول على السيد مرزوق على القانم بشيء كبير في مسألة الرياضة وفي مسألة مشاكلنا الرياضة فنتمنى يعني أن تكون المرحلة المقبلة أفضل مما هو عليها الآن ساعة الرئيس أنا تقدمت بس فيها الجزئية أنا تقدمت من مجموعة من زملاء النواب في مجلس 2006 أول مجلس دخلت بحزمة قوانين أحد استكمال المنشآت في كافة الأندية فالقانون موجود يبقى علينا مراقبة أداء السلطة التنفيذية واللي كل ماني ونصعد في هذا الموضوع ينحل المجلس أو يبطل اللي أستطيع أن أعيده للشباب الكويتي بأن كل القوانين ليس قوانين جديدة مثل الاستثمار سنخلصها وقوانين أخرى سنخلصها ولجأة شباب الرياضة بإذن الله الجلسة الياية ستقر بإذن واحدة إن شاء الله تعضى على أغلبية تأضاء المجل سنتابع كل هذه الأمور حتى نستطيع أن نخرج ونحتاج إلى تضافر الجميع للخروج من المأزغ اللي حمي هذا ما نتمنى في الفترة الأخيرة تم إحالة اللواء متقاعد السيد فيصل جزاف إلى التقاعد البعض استقرب البعض قال هو بالنهاية بنحق الوزير الأخ فيصل جزاف لجأ للمحكمة الإدارية يعني في الطعن في هذا القرار إحالته للتقاعد البعض قال أول مرة في شخص يتقاعد مرتين ما رأي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم وأيضا الرياضي السيد مرزوق الغانم في هذا الأمر شوفوا أخوي أحمد يعني مثل ما يعني قلت لكم ساعة قد يستغرب البعض يقول ليش الأخ مرزوق الغانم ما صرح بتكلم عن كل صراح نعم وين مرزوق الغانم عن فيصل جزاف يعني خل شهادتي بالأخ فيصل جزاف شهادة مجروحة وهو أخ وصديق عزيز قبل أن تكون علاقة عمل في هذا الموضوع لكن موقفي من مثل موقفي من العديد من الكفاءات اللي تعرضت للظلم أنا مثل ما قلت مساعة تعاطيه مع الملفات كرئيس لمجلس الأمة يختلف عن وجودك و هذا حليظ و أنا قلت يعني قلت ما يمليح عليه ضميري لأصحاب القرار الآن اللي عرف مرزوق الغانم يعرف أن هذا الكلام أما اللي يبي يطعم في مرزوق الغانم و يدور أي فرصة هذا الآن مرض عليهم لكن تقول لي الآن كسؤال مباشر رأيي في اللي تم حالة التقاعد أنا أقول لك أن الأخ الوزير مع كامل احترامي وتقديري لشخصه الكريم وهو رياضي سابق و ناجح أنا أقول له أنك أنت كنت غلطان ثم غلطان ثم غلطان في هذا القرار لخ فيصل تختلف تتفق معاه كان له يعني مواقف تسجل له لا يستطيع أن ينكرها أحده حتى لو كان في عندنا ملاحظات على بعض الأمور صحيح في إدارته لكن له مواقف و شخص له تاريخه حتى قبل أن يأتي إلى الهيئة العامة الشباب و رياضة ما تشيل بهذه الطريقة ما تشيله بطريقة مهينة ولا تهين الشخص حتى لو افترضت حسن النية من قبل الوزير نعم تعتبر الطريقة تم يعني حالت فيها للتقاعد كانت طريقة مهينة و أنا هذا الكلام و بكل صراحة و ليأذرني الأخ الوزير لأنه أنا هذا الكلام قلت لياه بشكل و أبو صباح صدر و سيع و يتغبل النقد بالعكس و النعم و مثل ما قلت لك أخه عزيز و صديق لكن كلمة الحق يجب أن تقال و هذا الكلام اسمع مني يعني أنت لا تريد أن تتعاون مع شخص معين حقه حقه ولا يستطيع كائنا من كان يعني أن يتشزئ هذا الحق منه يا أخي نادى و قل لك قدم استقالتك خليه يطلع بكرامته نعم خليه يطلع بالأسلوب أو بالطريقة التي تليق على الأقل بتاريخه زي أما أن يحال متقاعد للتقاعد هذه هذه يديدة و أنا أقول لك دبل المتقاعد رح يرجع بحكم قضائي الأخ فيصل الجزار لكن دوري أنا مو أني أطلع و أصرح عن الأخ فيصل ولا غيره الكثير من الكفاءات ظلمت و الكثير من الكفاءات وهم لا يعرفون و قد لا تكون يمكن الأخ فيصل له علاقة شخصية معي و أنا اتصلت فيه وهو صرح قال أشكر الرئيس منسو الأمة لكن هناك آخرين غير الأخ فيصل الجزاف أيضا تعرضوا لظلم و يعلم الله سبحانه وتعالى أنه أنا مالي معرفة فيهم لكني أوصلت قضاياهم إلى الأطراف المعنية و أظل أتابعها لكن عد مو شغلتي أنا كل شيء أسوي أي معتمر صحفي ثاني يوم الصبح ترى يا جماعة أنا سويت كذا و كذا و كذا مسألة أني والله أني مستحدف أمر مو غريب و تالي أي أمر يحصل نعم أنا ستتحدث عن موضوع الاستهداف لكن أنا بتكلم فيه نقطة أيضا مهمة مدام هذه الفقرة أنا بخليها فقرة الأسماء مثل ما يسمونها يعني و اسمح لي سعادة الرئيس في هذا الأمر هل هناك خلاف شخصي ما بينك و بين النائب السيد علي الراشد بوفيصر أنت شقحت من الرياضة على طول خلاف شنو؟ خلاف شخصي؟ خلاف شخصي ما بينك و بينك أبدا أبدا الأخ علي الراشد يعني أخ كريم و صديق عزيز زميل قديم و معرفتي فيه قبل أن يكون هو نائب و قبل أن يكون أنا نائب نعم ما في أي مشكلة عبدا ما في أي خلاف شخصي ليش أصدرت أوامر لحرس المجلس بإلغاء التحية للنائب علي الراشد على الرغم من البعض يعني من انتقت هذا الغرار لازم أنقلها أنا يعني قال أنه والله كون يعني بوفيصر هو رئيس مجلس مبطل ولا يعتبر رئيس مجلس يعني بما هو متعارف عليه لماذا هذا الغرار؟ لا خلا أقول لك الشهادي بكل وضع يعني بكل وضوح طريقة تفكيري في هذا الأمر في كان هنا قرار سابق من رئيس مجلس الأمة السابق سيد جاسم لخرافي بتحية الرؤساء السابقين و منهم كان السيد أحمد السعدون النائب السابق أنا سئلت من قبل رئيس الأمر الحرس في المجلس قبل حكم المحكمة الدستورية قال يبو علي يعني هل نكمل في هذا القرار ولا لا قرار سيد جاسم لخرافي فقلت لكمل في هذا القرار قال نستثنى المجالس المبطلة أنا فكرت حقيقة استثناء المجالس المبطلة معناته أن فقط أنا أستثني الأخ علي الراشد ليعلم الجميع قبل لا أقول شنو قلت و شنو تأليماتي كانت لأمر الحرس ليعلم الجميع أن موضوع تحية الرؤساء السابقين سواء كانت مجالس دستورية أو مجالس مبطلة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالدستور أو اللائحة المادة 18 من الدستور والمادة 30 من اللائحة تقول وتنص على أن الحرس يأتمر بأمر الرئيس بس لا تقول حي رئيس سابق ولا تقول لا تحي الرئيس سابق يعني هذا الأمر غير موجود الأمر لا علاقة بدستور أو لائحة حتى أخالفه الأمر مرتبط بتقدير واحترام الرئيس الأخرافي اتخذ هذه الخطوة وكان في عزة خلافة مع الرئيس السعدون السعدون ولامة من لامة وأييد من أي اللي يحب السعدون أيدة واللي ما يحب السعدون لامة نعم 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 نفس الأمر أنا لما وجدت الأمر أنه هو موضوع تقدير واحترام لم أشأن أستثني الأخ على الراشد من هذا التقدير والاحترام نعم تنافستوا ونعم يعني دخلنا في سباق الرئاسة الرئاسة لكن هذا لا يستدلوا القضية لا يلغي ولا يلغي يعني الاحترام المتبادل وبالتالي هذا كان اجتهادي لكنني قلت عامر الحريس وإن كان هذا الأمر قبل حكم المحكمة الدستورية قلت لأن هذا الأمر ما يطبق إلا بعد حكم المحكمة الدستورية الإشت for me ليش حتى لا يكون الأمر وكأن أنا مسوي حق نفسي إذا كان قبل حكم المحكمة الدستورية فقد يعتقد أو يعني حتى لا يكون هناك مجال عندما يعتقد بأنه أنا انتظر حكم الدستورية عشان إذا ابطل المجلس في أنا أأخذ هذه الميزة لا أنا يعلم الله سبحانه وتعالى ولم أحدد أحد فيها بما فيهم الأخ علي الراشد نعم لو أني أدور على كردته وتجمل على أحد كان ألقى قلت حق الأخ علي الراشد من بداية الأمر هذا الأمر تم تطبيقه بعد بس نقطة مهمة الكثير أخي أحمد إذا تسمحني أن أنت سألت سؤال الكثير ربطها بزيارة الأخ علي الراشد وهذا كنت تبسئلك فيه أبدا ما لأي علاقة في الزيارة ما لأي علاقة في الزيارة وأنا رديت بعد المؤتمر الصافي الذي عمله الأخ علي الراشد وستكرني رديت وقلت هذه التعليمات و هذه الأوامر من سمان ما أريد يعني هذا تفكيري قد أكون مخطئ لكن هذا اجتهادي وهذا تفكيري الله سبحانه وتعالى وفقني بنتيجة الانتخابات تسابقت مع زملاء أعزهم وقد يكون البعض منهم يعني مجروح ليش أستثني هذا برأي مدام الأمر ممتعلق بلائحة ولا متعلق بدستور الأمر متعلق بتقدير واحترام مهما كان هو قضب المطرقة وقعد على المنصة في يوم الأيام هذا لا يعطي شرعية يعني في البعض قال لي كأنه تعطي دستورية للمجلس المبطل لا ما يعطي شرعية ولدستورية للمجلس المبطل هذا أمر مرتبط بتقدير واحترام اجتهادي واضح وضحت هذه النقطة سعد الرئيس في هذا الأمر لكن أتكلم معك بأكثر صراحة في هذا الموضوع هل الحكومة مأمورة بالتصويت للسيد مرزوق الغانم في انتخابات الرئاسة ضحك تشوفك لا هذا يعني هاي من الأمور يعني يمكن لأختلف فيها مع الأخ علي الراشد هو لح تقديره ولح سبتة واحترمها لكن أنا أيضا لتقديري أنا أقول لك الحكومة وفق المعلومات اللي عرفها لم تكن مأمورة بأن تصوت لمرزوق الغانم والرسائل التي وصلتنا والكل سواء عن طريق مقابلات مباشرة أو رسائل مباشرة صاحب السمو حفظ الله وراءه كان على مسافة متساوية من الجميع وأوصل للجميع بأن الترشح للرئاسة هو حق دستوري وكلكم عيالي وكلكم أبنائي وأنا على مسافة يعني متساوية من الجميع لكن في وجهة نظر أخرى وأنا أنا بس لك فيه هل تنكر أن الحكومة أعطتك أصواتها في انتخابات الرئاسة دا ما أنكر لكن أنا لي حسبتي وأعتقد حسبتي اللي أدغ مو كل الحكومة أعطتني أصواتها مو كل الحكومة؟ نعم مو كل الحكومة وأنا أقول لك يعني وجهة النظر الأخرى الحكومة انتظرت حتى اللحظة الأخيرة في السباق بل بالعكس هناك من أوصل لي أن يبقى انسحب من السباق أحسن لك ترى الحكومة ما هي صوبك أنت قاطعت أنت معرف إيش أنت يعني لك مواقف معارضة وما إلى ذلك وأنا قلت لا أنا مستمر في هذا السباق وأنا ما أعلنت إلا بعد ما شفت قبول من زملائي النواة ولدي رؤى ولدي يعني أهداف معينة وأعتقد أني في هذه المرحلة قادر على العطاء وأقبل التحدي وأتنافز مع زملائي ولو أني خاسر كان قلت خيرة نعم من رب العالمين وبعد ما أفزت يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني وفقني أخو يا أحمد أنا في حسبتي أي في حسبتي أيضا من حقي أنه أقول حسبتي ومن حقي أنه أقول كم يعني كم صوت أنا أقول لك ختم من الحكومة 9 إلى 10 أصوات من 9 إلى 10 أصوات وأنتأكد من هذا الأمر أي وهناك بعض الوزراء أسروا لي بهذا الأمر وأحترمهم ولا زعلت أي منهم بناء على الارتباطات مسبقة والتوجيه يمكن قد يكون من الحكومة نفسها أي بدليل أن الورقة اللي يتو اللي الأخ نحمد العبدالله أطاهها الأخ علي الأعمار يتفيدي يوم الجلسة نعم يعني واجتماعهم كان في يوم الجلسة أنا في وجهة نظري أن الحكومة انتظرت حتى اللحظات الأخيرة وراهنت على الأقوى نيابيا نعم واعتقد ما ينكر اثنين بأن الأقوى نيابيا لو تشيل الأشرة صوات أنا موجود في النواب بفارق شاسع لا تشيل الأشرة صوات شيل الحكومة كلها وزيد فوق هاللي قطوا رقابيضة أو اللي متنعوا عن التصويت أنا الأول بين النواب وبيفارق وبالتالي لدي أغلبية نيابية فمو عيب أن تكون عندي أغلبية نيابية وأغلبية حكومية نعم هذا أحترم من يقول العكس هذا من يقول العكس ذلك ولا حسبته ولكن أنا أيضا لي وجهة نظر ولي حسبتي نعم وأنا أعتقد تفكير الحكومة يعني لهم تجربة يمكن مع الأخ الله الراشد في السابق وليهم تفكير الحكومة أنه والله أنا خلا أشوف الأقوى مم قد يكون هذا الأمر نعم وقد يكون غيره باعتقاد كيف قال هذا الكلام السيد علي الراشد لا حقه حقه يعني أنا لا أريد أن أتعرض ل نعم لا بفيصل هو حقه بأن يفسر الأمور وفي ما يراه من حقه بناء على معلومات وصلت له قد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة لكن أنت تنفي الأمر أن الحكومة مأمورها بالتصويت للسيد مرزوق الخامس حسب معلوماتي هذا يعني صار الحكومة أنا خدت أغلبية أصوات الحكومة نعم أنا لا أنكر هالأمر ولا هو عيد أنك تاخده ولا في رئيس سابق في المجلس الأمة لم يحصل على أغلبية في المجلس المبطل الثاني الحكومة رجحت كفة في المجلس المبطل الأول الحكومة هي اللي رجحت كفة الرئيس في المجلس اللي قبله أيضا استثنى التسكيات يمكن كانت يعني معروفة كل الرئيساء السابقين خذوا أصوات من الحكومة أمر ما يعبني نعم وأقوله لكن مش كاملة آه مش كاملة وهذا أمر يعني وضحف لدي فاصل ساعة الرئيس إذا تبتختم بجملة في هذا الأمر خلاص لا لا اللي أبي ورح عشان قطعتك أن ملف الرئاسة يعني يجب أن يطوح وانته تسابقنا على يعني شغل مركز لنخطب فيه الناس وواجبنا أن نتعاون وأكرر هذا سؤالي لك هل تعاونك الآن مع الحكومة بسبب إعطائها خلنا نقول ما أنا بنقول الكلمة مثل ما تفضل نقول الأصوات الأغلبية اللي عطتك الحكومة في منصب كرسي الرئاسة هل هذا التعاون من هذا الباب لا مش من هذا الباب مش من هذا الباب يعني جاوبني بعد الفاصل أوكي نريح وياكم فاصل ومن ثم نكمل حديثنا مشاهدين الكرام فاصل كصير وردين لكم رجعنا لكم مشاهدين الكرام وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة وعدة تساؤلات والله إن شاء الله يعيننا نحاول يعني ما نمدد الحلقة مع الرئيس لازم أكمل كل محاول وتساؤلات الناس اللي وجوهها لي إن شاء الله أحاول أوصلها أول بأول أرحب فيك يعني في القبر الأخير تبقى قاعد وياك ليلفير الله يحفظك ومشكور يعني سعادة الرئيس للأمانة يعني على يعني تلبيتك هذه الدعوة مرة أخرى أكررها وعلى هذه الشفافية وأيضا أنا أحب يمكن بعض الأخوان من خلال واتسبات قاعد يعني يعيد نفس السيناريو اللي مثل ما حدث في الزميل الراي قالوا إن اللقاء تسجيلي إحنا الآن جدامنا تقريبا نص ساعة يعني اللي يحب يتفضل يزورنا في الغناء ويتقاهو إن شاء الله عندي الشباب وبعد في مجال يصور مع سعادة الرئيس يعني هذا للتنويه في مسألة اللقاء تسجيلي أو على الهواء مباشرة أنا أطلع في لقاءات تسجيلية إذا كان الأمر بالكويت وأنا موجود أطلع في لقاءات مباشرة لأن ليس لدي ما أخفيه وأملك الشجاعة لمواجهتك نعم أبارك الله فيك سعادة الرئيس نتحدث معاك في قضية قبل الفاصل في قضية إنك تعاونت مع الحكومة وهذا التعاون مع الحكومة من باب تصوية الحكومة أو أغلبية الحكومة في انتخابات كرسي الرئاسة سألح لي سؤالك كان هل تعاونك مع الحكومة لأنه صوتت لك بالرئاسة جوابي لا تعاوني مع الحكومة مبني على قسمي واحترامي للدستور والأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور فصل السلطات مع تعاونها مش مع تناحرها مع تعاونها وبالتالي هذا التعاون يأتي من هالباب هذا رغم واحد رغم اثنين الشعب الكويتي والتنمية تحتاج إلى استقرار وبالتالي جزء من واجباتك رئيس وواجبات أعضاء مجلس الأمة أن نقف حائط سد أمام ما يعكر الاستقرار حتى نستطيع أن ننجز ونحقق التنمية رغم ثلاثة نعم أبدأ بحسن النية حتى يثبت العكس مو أبدأ بسوء النية نعم حتى الحكومة تأتي بالعكس وهذه مسياسة جديدة علي وراجع تاريخي من 2006 حتى عندما قدمت استجوابي أنا لو ترجع إلى أرشيف المجلس قبل سنة من تقديم الاستجواب أنا والأخ عادل السرعوي أنا وقف في قاعدة عبدالله السلام وكلام مسجل في المضبطة نعم يمكن المحور الرئيسي كان التنمية قلت نحقق الأخ الوزير 20% وهذا كلام مسجل علي نعم من ما جاء في خطة التنمية فسأقف من نفس المكان وأشيد فيه لكن إن ما حقق العشرين بالمية سأستجوبه سنة مو يوم مو يومين مو سبوعين مو شهر مو شهرين التالي الأصل هو أن تبدأ بحسن النية نعم وتوفر الأرضية المناسبة لتحقيق الإنجاز والتنمية وإذا أخفقت الحكومة تحاسب نعم هذا رأي في آخرين اللي هم آراء مختلفة أنا رأي بأنه يجب أن نتعاون مع الحكومة نوجه الحكومة نساعد الحكومة لنحقق شيء للمواطن بعد فترة وجدنا أن هناك عدم رغبة لا نحاسب بالحكومة وأنا شخصيا حتى أكون أيضا واضح وصريح أنا لا أعتقد أن الحكومة تنقصها الرغبة أو الجدية لكن ما ينقصها القدرة وهذا أمر يطول حديث فيه نعم يعني بشكل مختصر يعني وبشكل مختصر سعاد الرئيس أداء الحكومة شلون شايفه في البداية لا توننا توننا بعدين توننا نص يعني يعني استغييم الآن دستوريا احنا بدينا في بداية الفصل التشريعي مثل ما قلت لك ألمس الرغبة الصادقة وألمس الجدية مشكلتنا دائما أم بالنهاية الوزر الكويتين صحيح وياي من برد المشكلة لا تكمن في الرغبة أو الجدية تكمن في القدرة هل تستطيع الحكومة أن تحقق نعم يعني ما حتى هي تريدها إن كانت تقول بأن أنا أريد ما يريده الناس في السؤال هل تستطيع أو هل تملك القدرة على تحقيق هذا الأمر ونحن دورنا أتمنى ذلك تتمنى لكن لا أستطيع أن أحكم إلا بعد ما نعم بعد وقت البعض يتحدث عن أن هناك حل قريب لمجلس الأمة والبعض قال أنه حل والحل قادم لا محالة في هذا الموضوع هل يشعر رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم بالخوف في مسألة الحل حل مجلس الأمة أم لا الخوف لا يعرف لقلبي طريقا أنا عملت قبل حكم المحكمة الدستورية قبل حكم المحكمة السورية كان بعض النماء بيسئلوني يا جماعة أبطل إذا بيبطل بيدك الأمر بيدك بيد محكمة بيد القضاء إذن لا تحسف على أمر خارج إرادتك تحسف على الأمر اللي بإرادتك بإرادتك أن تعمل بإرادتك أن تقدم بإرادتك أن تروح لجانك وتشتغل 24 ساعة إلى وقت الحكم وهذا اللي صار ترى ما توقفنا ولا كل أمورنا وأتى حكم القضاء وهو عنوان الحقيقة ومدد المجلس والأحكام يعني اللي أنتوا عارفين الآن أتكلم اللي كانوا يؤكدون وينشرون ويشيعون بأن المجلس سيبطل وحقد مستجوابات المجلس ترى رح يبطل اطلع بشي جدام نفس المصادر المجلس بينحل في فبراير المجلس بينحل في إبريل تسمع بينحل في هذه يعني القصة قديمة أنا شخصيا متحوذ عليه الحل بأيدي أمينة الحل بيد صاحب السمو وهو وفق للدستور هو من يقدر توقيت الحل وأسبابه بالنسبة لي ما هو هاجز سأظل أعمل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا شيء مو بيدي ولا براد تسألني شنو توقعاتك أقول لك لا ما في مؤشرات حل لا ما في مؤشرات حل إن شاء الله والأمور يعني مستمرة وبدأت العجلة تدور وأنجزنا الحمد لله في جلستين واللجان قاعدت تنجز وأمامنا تحديات وأمامنا طموحات وأمامنا أولويات وذهبنا إلى الناس وحاولنا أن نكون قريبين منهم وننقل وجهات نظرهم إلى داخل المجلس وسنظل وأنا هذا سؤالي هل ما يعني هل الرئيس مرزوق الغانم قريب من الناس الآن إن شاء الله إن شاء الله كنت ولازلت وسأظل قريب من الناس ويعني الشرف اللي غمرني فيه الناس بإعادة انتخابي في خمس فصول تشريعية ودائما والله الحمد يعني بالمركز الأول باستثناء مرة وحدة نعم هذا يعني شرف ودين فرقبتي لو أعمل للشعب الكويتي منهني إلى القبر لن أوفيه حقه نعم فسأظل أعمل وأعمل وأعمل باللي الله سبحانه وتعالى يقدرني عليه وأنا متفائل بهذا المجلس وألمس يعني فيه أغلبية يمكن شبابية في هذا المجلس وألمس حماس منقطع النظير وألمس رغبة صادقة من أخوان النواب فيه تعقيق الإنجاز الآن تعقيق الإنجاز لا يأتي بالتمنيات نعم يحتاج إلى عمل منظم ويحتاج إلى تكاتف حتى لو كان فيه اختلاف في الرؤى السياسية وتوجه نعم هل رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانن مستهدف وهل يعني وكيف يتعامل مع التجريح الذي يطال رئيس مجلس الأمة مستهدف طبعا مستهدف لكن ما نستثنع كل رئيس مجلس الأمة كان مستهدف وأمر يعني طبيعي وشلون تتعامل معه تعامل مع الاستهداف هذا يعني أمر طبيعي تعامل مع التجريح أو الإساءة يعني خلني أدرجها لك كالتالي تفضل كشخصية عامة بالتأكيد يوجه لي نقد وأنا ماني كامل وأنا أتقبل كل أنواع النقد حتى في بعض الأحيان يكون نقد قاسي لكنه نقد يعني يجتهد فيه الناقد قد يصيب قد يخطئ واجب علي أن أتحمل كشخصية عامة ما عندي أي مشكلة حتى لو يعني قسوا علي في في هذا الأمر لأن مثل ما فيه نقد فيه نقد أيضا يكون مدح هذا تشجيع نعم فيه تجريح وإساءات وافتراءات أتعامل معها بالتالي قدر المستطاع أتسامح وأحتسبها عند الله سبحانه وتعالى لكن فيه حدود يعني معينة حالي حال أي شخصية عامة إذا حسيت بأن هذا الأمر موجه وأنه يعني يتعدى حدود معينة ألجأ للقضاء شلون يتعدى حدود معينة يعني عشان وضحها أكثر للمشاهد إذا حس يعني بكل صراحة أتكلم عن نفسي أنا في أغلب الأحيان أنا غض النظر وأتسامح لكن إذا حسيت أن الأمر موجه ومكرر و يحدث الإساءة لمجرد الإساءة والتجريح لمجرد التجريح أيضا أنا عندي أسرة وعندي عائلة وعندي أصدقاء وعندي كذا يعني لهم حق علي ألجأ للقضاء وهذا حقي نعم هذا هذه يعني سلطة تقديرية شخصية شخصية لي إذا كان الأمر يتعلق بصفتي لا هذا محقي يعني أن تنسب تصريحات لرئيس منس الأمة لا قالها ولا يطاريها ولا تحدث فيها يذكر اسمي ونقطتين ويهي التصريح بغض النظر عن التصريح حتى لو التصريح يعني هذا أمر تداعياته قد لا تؤثر على مرزوق الغانم فقط دلما يعني تجرح فيني أوكي تجرح في مرزوق الغانم أو في الدائرة الضيقة لكن لما تدعي وتنسب تصريحات لرئيس مجلس الأمة بصفته انسكت باتشرتية تصريحات قد تؤثر عليك أنت اللي قاعد نعم تدعي عليه لذلك إذا كان الأمر يتعلق بالصفة وأتمنى يعني أن يعني لا يحدث هذا الشيء ولا يكون فليس من حقي أنا أتكلم معك بكل صراحة في هناك أثير يعني في الفترة الأخيرة أحد المغردات ما أدري صار فيه كلام وصدرت فيه بعض الكلام هل سترفع عليها قضية البعض قال ولا أنك ما راح ترفع القضية مع كامل احترامي لا أتكلم عن فرد أو مغرد أو مغرد أنا يكون عندي مصدرة نعم التجريح اللي سيء لي هذا عمر شخصي تقدير أما غضية ينسب لك شيء غضية أن تنسب لأي كويتي هذا حق لأي كويتي بعدين يا أخي يعني يا أخي أو يا أختي يعني أو ليش تنسبون لرئيس منسل الأمة كلام ما قاله شنو الهدف منه تعالوا الكلام اللي أنا قلته وايد نزيل تكلموا فيه انتقدوا قولوا اللي فصلوا في بعض الأحيان وأحيانا كثيرا من يعني يريد أن يتصيد عليك حتى يفسر كلامي بغير نعم فيه مخانا ومخانا لكن أي بتصريحات ما لها أي أساس من الصحة وبس أنشاء وحط وقول قال فلان فلاني هذا مو حقي يعني أبتكلم معك بكل صراحة يعني في أيضا في قضية البعض اليوم قاعد يتكلم ويحاول ويشيع ويركز أنه والله العملية هي عملية تحالف ما بين تجار والسلطة للغضاء على الطبقة المتوسطة ما رأيك في هذا الكلام شوف أخوي أحمد خطاب التفريق خطاب التصنيف خطاب التجزيخ خطاب التمييز هذا خطاب بغيض فئوي وأنصري يعني أنا أرفضه على الكل مو بس يعني أسطوان اللي الحين طالعين فيها يعني التجار أو تعالف التجار التجارة شنو التجارة مهنة امتهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني تاجر بأمان السيدة خديجة فإذا كان صلى الله عليه وسلم امتهن هذه التجارة ما هي ما هي عيب سيدنا عثمان بن عفان كان تاجر في عصرنا الحديث في زمننا الحالي في تجار أيضا وطنيين كان لهم دور في حصول على دستور 62 بالتعاون مع مختلف فئات المجتمع في تجار افتحوا مخازنهم وأموالهم أثناء الغزو لأخوانهم الكويتيين في تجار اليوم تجد تبرعاتهم واصلة أفريقيا وسوريا وغيرها وأيضا أخوي أحمد في تجار باقوا البلد من هالشكل لهالشكل الأمر لا يختلف عن أي مسمى أو مهنة أخرى لكن الاستوانة المشروقة اللي قاعد نسمعها هاليومين تجار واستهداف للطبقة المتوسطة وتجار أنا أقول لك يعني بشكل واضح هذا أمر يعني مخطط له ومرتب له ودليلي على هذا الأمر أن بعض مرتب له ومخطط له تؤكد على هذا الأمر تأكيد شوفوا يعني من يحاول يشيعوا واستخدام نفس المفردات ومن أطراف يعني باتجاهات مختلفة لكن بالنهاية تصب في مصب واحد وأنا أقول لك دليلي على هذا الأمر أن بعضه حط خطين إذا مو ثلاثة خطوط تحت بعض الأدوات التي تروج لهذا الأمر هي من تأتمر بأمر التجار الفاسدين أو من امتهن تجارة الفساد معقولة بهذه السورة؟ طبعا المفردات التي تستعمل فيه ناس بحسدية لها يعني معلومهم يسمعهم بعض الأمر يسمعهم ويردد الكلام لكن بعض الأطراف التي التي المفروض عليها أن تكرر هذا الأمر هي تأتمر بأمر التجار الفاسدين لأن أنا قلت لك مثل ما فيه تجار صالحين فيه تجار فاسدين هي تأتمر بأمر التجار الفاسدين أو من امتهن تجارة الفساد وهذه اللي معروفين موجودين عندنا وائد لكل أبناء الشعب الكويتي طبعا معروفين هذي اللي نفسهم الآن هم من يوجهون تجاه من أنا أقول لك يعني إذا تبي تأخذها بتحليل سياسي صريح وشفاف يعني هذه المحاولات محاولات التفريق أو التقسيم أو الكذا كانت موجودة ترى للحين بالاستوانة تجار ولا تجار السياسة ولا معروفين بيكل فترة فترة يطرون كانت مرة دماء الزرقاء مرة أصحاب الشاليهات حتى لو ما عنده ولا شاليه مرة أصحاب قسائم شويخ الصناعية حتى لو ما عنده قسيمة نفهم يعني الأسقاط والهدف وهو أكبر من موضوع تجار لكني أكد للجميع أن لا يمكن أن ننجر إلى هذا المستنقع أن نتن نحن دعاة الوحدة الوطنية نحن دعاة التكاتف نحن دعاة أن يكون المجتمع متلازم وليس أدل على ذلك من أننا دافعنا عن طوائف لا ننتمي لها ودافعنا عن قبائل لا ننتمي لها دافعنا لأننا نحن دعاة الوحدة الوطنية وأنا بكل الأخوان اللي بحسن نية ترى اللي بيضرب هالشريحة اليوم ولا بيضرب هالطائفة اليوم ولا بيضرب هالمنطقة اليوم راح ييك باشر لأن هذا مصاحب مبدأ وبعدين لما يوني يعني مدامك فتحت الموضوع وأيضا أنا أفتحم إياك أيضا بكل صراحة لما يوم والله كل يوم لست والله هذه المناقصات اللي خذاها فلان وفلان غير أن اللست هذه كلها ما هي صحيحة ولا أكيد المناقصات منظمة بالدولة بقانون اللي خالف قانون المناقصات واللي روح بأوامر مباشرة أو غيرها أو اللي يعني يسرق هو من يجب أن يحاسب ومن يذهب عبر القانون وأنا أقول لك من واجب شرعي ودستوري ووطني على من يجد في أي أمر شبه التنفيع أو مخالفة قانون أن يتوجه إلى النائب العام ويبلغ وإلا هو خائن لوطنه ولشعبه ولشرفه نعم لا تيوني بأسماء مستعارة نعم فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا لا الذي يستطيع أن يواجه ليذهب إلى الجهات المعنية ويقدم نعم الكلام اللي نعم سعاد الرئيس يعني أنا مضطر أن أطلع فاصل يعني وأكمل حديث أنا ربي أمدد الحلقة بعد إذنك يعني في عندي كم سؤال وفي سؤال أنا يعني حساس أبس إلك يا بس أيضا في هذا السياق وفي نفس الموضوع أنا سألتك عندما كنت مرشح لهذه الانتخابات وقلت يعني من خلال موضوع تحالف السلطة والتجار والبعض يرمز للسيد مرزوق الغاني لازم أكمل جزائية خليك تكمل أنه من طبقة تجارية وأنه ما يشعر في غضية المواطن البسيط ومشاكل الناس البسيطة أيضا هذه أتمنى لتكون الإجابة بنفس السياق أكملها الحين أكملها الحين عشان نطلع فاصل أكمل بعد لا لا قبل الفاصل ماشي الشيء اللي الجزء الثاني الأهم أتمنى الإختصار أنت سأل سأل أسئل حاضر أختصر قدر الأمكان الجزء الثاني وهو الأهم أخي أحمد اللي هو والله استهداف للطبق المتوسط هذا يعني كلام سادج ولا يدخل العقل ومأخوذ خيره الطبقة المتوسطة في أي مجتمع هي الطبقة الأهم صحيح هي طبقة المفكرين هي طبقة المبدعين هي طبقة أصحاب الرأي فكيف يكون لمجلس الأمة أو رئيس مجلس الأمة استهداف لهذه الطبقة هي الأساس هي أساس أي تنمية ممكن أن تأغوم أنا أقول لك وهذا كلام كنت دائما أقوله اسم الشخص أخوي أحمد ما هو خيار أصل الشخص ما هو خيار منطقة الشخص ما هو خيار لكن عمل الشخص خيار مبدأ الشخص خيار قيم الشخص خيار ويجب أن يقيم الإنسان أو الشخص على ما يختار وليس على ما لا يختار صحيح تعال أطني في مجلس الأمة الحالي قانون قدم يستهدف الطبقة المتوسطة أو يعطي ميزة للتجار وناقشتي على هذا الأساس نعم بل بالعكس ستجد الطبقة المتوسطة بأن هذا المجلس بإذن واحد أحد هو أكثر مجلس يخدم الطبقة المتوسطة أنت ما عليك أنا مني أنا منه أو شنو أنت عليك من عملي صحيح إذا أنا خدمت طبقتك وحسيت فيها جاوبني أنت بكل صراحة لما أضع الإسكان كأولوية هذا أمر مهم للتجار أو للطبقة المتوسطة نعم لما نضع الصحة والتعليم والأمور اللي عاني منها المواطن البسيط هذه أولوية التجار أو الأولوية الطبقة المتوسطة أنا أقول يا جماعة قيمونا على عملنا نعم بس أهم يحاولون يعني يوصلون صورة معينة وإنت قلت مستهدف نعم أكيد مستهدف مستهدف ريح بفاصلة أبي تختملي بجملة في هذا الموضوع خلاص شختم جاوبتك أنا خلاص أوكي فاصلك صير وردي لكم الأمة السيد مرزوق الغانم على إعطانا هذا التمديد من الحلقة والحديث على بعض المحاور إن شاء الله راح نكملها بشكل جدا بس قبل الغضية الإسكانية وأتمنى بشكل سريع سعادة الرئيس في موضوع الحديث عن التعديلات الدستورية والاختراحات في مسألة التعديلات الدستورية أبي أعرف رأيك في هذا الموضوع تتقول لي باختصار ني باختصار بحاول يعني أختصر كثير ما أقدر الدستور ما هو قرآن والدستور ينص على أنه ينقح لمزيد من الحريات إنما آلية التنقيحة واضحة في المندي 174 من الدستور يجب تلاقي إرادتين صحيح ثلثي المجلس وإرادة سموه الأمير فأي حديث عن التعديلات خارج هذا الإطار هي حديث غير واقعي نعم يجب أن تتوفر البيئة الملائمة والجو المناسب لإحداث أي تعديلات دستورية وأنا صراحة يعني الرأي اللي اقتنع فيه والرأي اللي اللي انشرها عم عضو المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب لما قال دستور 62 مظلوم الحديث عن تعديلات أو عنوان المقالة كانوا الحديث عن تعديلات عبث الشرحة اللي قال فيه في مقالته يعني يعبر عن رأيي بكل صراحة اللي يريد في تعديلات فعلية يجب أن يهيئ الأساس المناسب لها ويجب أن يعي بأنها تحتاج إلى إرادة الطرفين ولا يحصل إلا بالتوافق والتوافق لا يأتي بالتحديد والوعيد التوافق يأتي بالحوار المنطقي ويعني ثقافتنا ثقافة الحوار صحيح فهذا هو نعم يعني يعني وفق الدستور تعديرات يجب تهيئة الأرضية بما يقول يعني يقول سعادة رئيس مجلس الأمة أن يتم تهيئة الأرضية في هذا الموضوع ويجب أن يكون من خلال وإطار الدستور الغضية الإسكانية الغضية الإسكانية كان هناك استبيان ولمجلس الأمة واخد جميع الشرائح وكان استبيان رائع والبعض تكلم عنه وأشاد فيه فوجدنا ويعني أن الغضية الإسكانية هي أولى الأولويات المواطنين الكويتين في هذه المسألة وصل يعني التفاؤل عند المواطنين شيء كبير أن هذا المجلس سيحل هذه الغضية الإسكانية هل باستطاعة المجلس الحالي مع الحكومة إعطاء نوعا ما هذا الجزء من التفاؤل لدى المواطنين بحل هذه المشكلة سعادة الرئيس أم لا حضرتك تقول لي أختصر وتسألني أسئلة أهم أرد أحاول أختصر وإن كان هذا الموضوع يعني فيه كثير من الأمور اللي يجب أن تقال أولا يعني مع احترامي كل الجهود السابقة لحل هذه المشكلة إلا أن نعتقد هذا المجلس أتى بقالية جديدة نعم وأنا متفائل جدا بالأخوة الأفاضل للنواب بعضاء اللجنة الإسكانية وهناك دم شبابي كبير في هذه اللجنة وأنا على اتصال شبه يومي مع الأخوة فيصل الكندري وراكان النصف ومتابع للجهود اللي قاعد يقومون فيها حل المشكلة الإسكانية لو نريد حل غير يعني غير واقعي أو غير عملي شاء سوينا مثل قبل تعال طلع قانون إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في خلال فترة زمنية معينة نعرف سلفا أن الحكومة رح تطبقها ونطلع حق الناس ونقول الحكومة قصرت والحكومة مطبقت واللي احنا طلعنا لكم قوانين نهاية المطاف حتى نكون يعني واضحين مع الناس وغريبين من الناس مثل مثل ما تفضلت يجب أن نكون صادقين نعم معهم هذه القوانين وهذه التشريعات ما تحل المشكلة الإسكانية المشكلة الإسكانية بأن تكون هناك يعني حلول جذرية يتم التوافق عليها بين السلطتين يمكن تحويلها إلى واقع عملي ملموس مربوطة بجدول زمني وتيتها في أشياء شورتر في أشياء يعني المدى القصير في أشياء المدى الطويل فيها هذه الأمور الآن قاعد يعني يشتغلون عليها على قدم وساء ما تحتاجه هذه الحلول من تشريعات المجلس جاهز في يوم واحد في جلسة واحدة أن يخلصها لكن ما يصير تطلع التشريعات قبل لا تضع الحل الجذري التشريع هو ما يخدم الحل مو تطلب حلول مبنية على التشريعات لأن التشريعات قد تتضارب تقول لي إنه في حلول نعم إن شاء الله في حلول نعم يعني نحن شعب ردي واللي حلوا مشاكلهم ما هم أفضل منه والمعلومات مثل ما خبرني الأخ راكان النصف يعني مثل ما قلت مع زملاء قاعد يبذلون جهود نعم فيه مؤتمر 9 فبراير أعتقد عندهم مؤتمر يعني في القريب العاجل مستدعين فيه أصحاب التجارب الناجحة في الخارج إذا ما دخلني الذاكرة قال لي من تركيا من مليزيا من الإمارات الحكومة وبعض الفعاليات وكل الأطراف مو مو عشان بس يصير فيه مؤتمر بس حتى نخرج بورقة عمل تقدم إلى السلطة التنفيذية مع مشاركة السلطة التنفيذية في هذا الأمر ويختم حسب ما قال لي بحوار مفتوح مع رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء نريد حل واقعي تقول لي حلول نعم ولكن لن يكون حل واحد يجب أن تكون حلول عديدة متوازية الحل التقليدي الحالي هذا يمشي خط بروحه وتحاول تسرع فيه أنت عندك 1006 ألف طلب كل سنة فيه 8000 طلب حتى أختصر يعني يمكن الأخ فيصل وللأخراكان أقدر على شرح تفاصيل كثيرة لكن حتى أختصر أنت أول مرحلة لازم أنك تطوف 8000 وإلا المشكلة ستزيد بعدها تأتي في الحلول القوية لتخفض هذا الرقم لكن هذا حل تمشي فيه موضوع المدن الكبرى الذي يحلك يعني مشاكل هذا حل تمشي فيه لكن هذا حل يطول لكن إذا الناس عرفت أنه قائم مو فقط حبر على ورق قائم والناس تعرف شون بيكون قائم هنا الناس ستدعمك و ستوقف و ستؤمن فيك حال يمشي في طريقة لأن هذا الحلول المدن الكبرى لا تستوعبها الطاقات المحلية صحيح و حل ثالث يكون بواحات و مدن أصغر قد يعني تستنفذ الطاقة المحلية اللي موجودة هنا و حل رابع ما تجبر لا تقول حق الناس رح يسكنهم شقق حط لهم هذه الخيارات و حط الشقق اللي تغري و في أماكن مناسبة و مسألة اختيارية و خل الاختيارية اختيارية ما هو جوال لكن الوقت هو يمكنه يقول لك لا يبعط الشقق أبيها الحين بدأ الله انتظر هالكثر اه اذا هو قال لا تجبره ان يروح اخوي احمد ليش ما الجيش يدخل في الموضوع ليش ما الكي او سي تدخل في الموضوع على غيرار تجربة أرامكم في السعودية صحيح خل العسكريين و الكذا تخصص لهم أراضيهم و القدرات اللي موجودة لدى الجيش الكويتي تقوم في هذا بينزل لمية وستة أل صحيح ليش الكي او سي ما نستخدمها في الكويت مثل ما تستخدم السعودية أرامكم صحيح ليش ما تبني أولا للي بالقطاع النفطي وبعد ذلك قدراتها تستخدم هذه بعد ما عندها العراقية والبرقراقية واللي موجودة وهذه موجودة هذه فكرة أنا أقول لك هناك العديد من الأفكار اللي تبعث على التفاعل نعم سؤالي المختصر في هذا الموضوع المواطن اللي شاهدنا الآن هل هناك بش رحنا ما نقول حل نهائي نقول فيه خطوات عملية جادة لحل المشكلة الإسكانية بتصوركم من خلال علاقتكم مع الحكومة كمجل السعادة الرئيس أخو يحمد أنت تسألني سؤال صعب إذا كنت أريد أن أكون صادق وأنا أريد أن أكون صادق أنا لا أستطيع أن أعد بما لا أملك لكن أستطيع أن أعد بما أملك اللي أعد المواطنين وأكد لهم أن هناك رغبة صادقة رغبة جادة رغبة حقيقية ورغبة ما فيها أبيعك يعني سمج في البحر بطلق لقوانين ترى وأدري بعد سنتين القوانين لا يمكن تنفيذها الرغبة الصادقة والحقيقية واللي موجودة لدى النواب ونلمس من الحكومة أيضا نفس الجدية ولكن بعد ما نخلص هذه المرحلة سنتحول إلى مراقبين للحكومة وسنحاسبها إذا لم تؤدي هذه الأمور وهذه الأفكار الحقيقية والجادة واللي ممكن أن تتحول إلى واقع حسن المواطن هذا موجود هذا ما أستطيع أن أعلم المواطن فيه يعني سعادة الرئيس بالنهاية الناس ترى يعني الحكومة ما لها الحكومة لها المجلس ونواب المجلس وسعادة الرئيس في دعم حل هذه القضية نشوف جهودكم واضحة للأمانة لكن نحتاج إلى التنفيذ والضغط على الحكومة في مسألة التنفيذ الخطط الموضوعة إن كان من خلال المؤتمر أو من خلال ما يقدم الأخوان في اللجنة الإسكانية تسمح لي أصير محاور لمدة ثانية ستمون اسأل السؤال بالعكس ليش ما نقدر نحل مشكلة الأسكانية ليش عدل قاعد يقول لك فيه والله فيه تجار والله مستعوذين على الأراضي مجلس ما فيه خير إذا ما يقدر يقف أمام هذا الأمر وأنا قلتها مساء على مسألتنا عن التجار قلت يعني ما أدري قلتها وما قلتها ولكن كلنا يجب أن نكون في خندق واحد ضد الفساد سواء كان من تاجر أو غير تاجر صحيح أنتو ناسك شوفوا المجلس إذا المجلس بيجامل تجار عقار لا يريدون لهذا المشكلة الإسكانية أن تنحل أنتو حاسبونه نعم لا تصير فقط تصريحات وأمور ليش ما نقدر ما نملك القدرات البشرية نملك يمكن 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 نحتاج إلى عمال كبيرة نعم لكن لا حلول صحيح فيه سفن قامت وتصفط في البحر وتشيل أعداد مهول كل شيء كل العوائق اللي أمامنا لا حل أراضي لا عندنا أراضي مال موجود عندنا المال عقول فيه عندنا عقول أمور ما هي موجودة نستطيع أن نستعين فيها نعم إذن نستطيع أن نحل المشكلة الإسكانية نعم يعني الرسالة وصلت في موضوع المشكلة الإسكانية وبشكل سريع أيضا عندي يعني البعض دائما طالت هذه القضية قضية البدون وأيضا المرأة الكويتية وحوقوا المرأة الكويتية عشان خلنا أخذها يعني في محور واحد هل تلمس أن هناك جدية لحل هذه المشكلة من قبل الدولة بما أنك رئيس لمجلس الأمة أكيد أكيد يعني ما في أي أحد من كافة الآراء المختلفة نعم لا يريد حل جدري لهذه المشكلة أخوي أحمد وأنا يعني أثق كل الثقة في الجهاز المركزي لمعالجة ضاء بدون رئاسة العم صالح الفضالة وأتبنى أي حل يضع هذا الجهاز بحيث أنه يكون حل عادل للجميع نعم وهذا ما نتمنى أيضا نشوف في حركة يعني من خلال الجهة الداخلية والدفاع الأيام في موضوع يعني التجنيس وغيره في هناك حركة في هذا الموضوع نتمنى أنه بالنهاية أن يحل هذه المشكلة وماذا عن المرأة الكويتي هل مجلسكم خصوصا أن المجلس هذا لا توجد فيه إلا مرأة واحدة هل الرجال مهتمين في غضايا المرأة إن شاء الله عن الرجال اللي يكونون أكثر اهتمام في غضايا إن شاء الله نعم أنتمنى أنا سؤالي الأخير وهو أثار زوبعة عندنا في الكويت والحديث عنهم خلق نوعا ما ردة فعل من خلال من خلال الدواوين من خلال المجالس من خلال تويتر اللي هو التسجيل المسرب سعادة الرئيس أكيد سمعت عن موضوع التسجيل المسرب وأن أيضا رئيس مجلس الأمة السابق العمب عبد المحسن العم جاسم الخرافي تقدم للنائب العام بشكوى في مدى صحة هذا الموضوع لأنه أثير اسمه في هذا الموضوع وفي هذه القضية وأكيد بما أنك رئيس لمجلس الأمة والسيد مرزوق الغانم تملك معلومات لا يملكها غيرك وبحوزتك معلومات في هذا الموضوع هل تمتلك معلومات في هذه القضية قضية التسجيل المسرب هذه مفاجأتك هذا الختام لازم واتمنى إجابة صريحة وواضحة منك سعد الرئيس راح أجاوب لأن هذا الموضوع يهم الوطن بشكل عام لرمزية معينة راح أجاوب لكن قبل الله أجاوب أجاوب فيما يخص رأيي لكن قبل الله أجاوب أيضا بكون سريح المعلومات اللي أمتلكها بحكم منصبي لا أملك الأفصاح عنها الأطراف المعنية هي التي يجب أن تفصح عنها بعد استكمال كافة إجراءاتها لكن أقول لك أنا رأيي الشخصي لا أملك لا أعرفه أنا أقول لك من خطط ورتب وسوق لهذه القصة لا يعي ولا يستوعب وأعتقد لا يصدق قول المولى عز وجل ولا يحق المكرسية إلا بأحله هذا يعني هذه الأساليب وهذه الثقافة ثقافة مستوردة يعني حتى في الخصومة أخو أحمد فيه هناك فروسية صحيح مؤلم جدا أن دا حدر في موضوع تصفية الحسابات إلى هذه الدرجة هذا أمر يعني جدا مؤلم أنا أسأل من كان يروج أولا هناك من خطط وعمل لأن العملية واضحة نعم أول ما طلعت القصة طلعت من أطراف نفس الأطراف تبث هذا الخبر كل من من جهة حتى يصبح كأن قصة حقيقية وبعدين فيه من قال أن هذا الأمر حقيقي وأنا اطلعت عليه أو من قال أنه لم أطلع عليه ولكن يعني نقل عن أطراف وصفها بأنها محل ثقة سؤالي الآن الأمر موجود عند النيابة وهناك بلاغ للنائب العام موضوع خطير مثل هذا نعم من يملك معلومات ليش ينتظر النيابة تستدعي ليش ما يروح إلى النيابة ويغدد إن كان صادق في طرحه وإن كان لا يحمل أجندة سياسية أو يريد أمر يخدم في تصفيات السياسية ليش ما يروح إلى النائب العام يقول يا نائب عام أنا هذا أمر يهمني كمواطن كويتي ويهدد أمن بلدي وترى هذه المعلومات اللي أعرفها ترى فلان قال لأنه شاف ولا فلان قال لأنه عمل ليش بعض اللي قال وأنه شفنا عند النائب العام قد تتغير أقوالهم بتكلم أيضا بكل صراحة نعم تليوم طلعتنا اللغاء غير نعم تغليدي لما يقبض على أحد مروجين وأنا تكلم بلسان الشعب لما يقبض على أحد مروجين هذه الإشاعة وهذه القصة وتطلع صحيفة سوابق عنده ما بقى سرقة ما بقى مخدرات ما بقى هدك ما بقى هدك عرض ما بقى جريمة ما ارتكبها هل هذي هم اللي بحركون الرأي العام عندنا في الكويت هل هذه الثقافة اللي نريد أن نستوردها إلى الكويت الكويت الكويتين طول عمرهم عايشين في مجتمع أولا متسامح رقم اثنين حتى لو صار في خلافات فهناك في حد أدنى لا يمكن أن نتجاوز يعني لا يمكن أن نتجاوز هذا خطوط الاعتبارات كثيرة ترى التزوير والدبلجة والفوتوشوب والمعرف إيش والكذا يعني وسائل التكنولوجيا ممكن تستخدم في أمر يفيد البلد بدلا تستخدمونها في أمر يسير البلد يسير ويكرس يعني عدوات ستستمر لفترات أطول لأن كل طرف بي وينتقم من الطرف الآخر ومن يدفع الثمن هو الشعب الكويتي نعم كل يوم إشاءة كل يوم أمر جديد كل يوم قصة من لمصلحة من ومن المستفيد وأنا رأيي تتكلم عن رأيي هذا رأيي شخصي أن قد يكون هناك بعض التحقيقات التي قاعد تجرى الآن يفترض متى من تهت هذه التحقيقات أن يفصح هذا الأمر ويصبح معلوم ومعروف لكافة أبناء الشعب الكويتي الشعب الكويتي مو أسلوب هذا تعالى لأن هي أصبحت ليست قضية خاصة قضية عامة نفس 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 الأمر يعني على نفس القياس مثل هذا الذي انتشر الآن يعني أن رسالة من رئيس الداو نعم أن والله في رشو أكو رئيس بالعقل أكو رئيس من سدارة يدي السكتاب يقول ترى رشو تكبها الكثر بعدين يعني في شركات أمريكية في مدقيقين داخليين ومدقيقين خارجيين وفي أنظمة صارمة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية من ينشر هذه المعلومات شنو هدفها نعم قصة الداو من البداية ترجع ليش نترك الراس وندور الذيل كان خلاف بين تيارين سياسيين واحد يريد صفقة توقف واحد يريد صفقة تستمر وحنا كنا في هذا المجال نعم وكنا نقول أن إذا المشروع مو زين ليش تشين فيه وإذا المشروع زين ليش نفسخ العقل وطلبنا تشكيل لجزة التحقيق وصوتنا معها 12 نائب فقط نعم وأتت التداعيات والتبعات كلها صحيح بعد هذا الأمر خلط الأوراق وبث الإشاعات ويعني لمصلحة من نعم إذا كنت بتضرب خصم سياسي أو كنت بتضرب طرف آخر أو كنت بتضرب فما هكذا تورد لكني أرد وقول اللي قال وحنا شفنا وحنا نعرف وحنا نأكد وإذا ما شفنا أنا أنتظر شجاعتهم الآن أمام النائب العام بما أن البلاغ موجود أمام النائب العام نعم قبل الاستدعاء روح للنائب العام وقول هذه شهادتي لأنني أحب بلدي نعم بما أنك أنت طريت موضوع الداو هل في لجنة التحقيق رح يطلع شي هل الناس معون أن المجلس هذا يعني بالنهاية تطلع في نتيجة في موضوع الداو لأن كثرة الكلام سعادة الرئيس في هذا الموضوع أكثر من مليارين يعني دفعت يعني من المال العام كل مستائف في هذا الأمر ولم يحاسب أي أحد في هذه القضايا هل هناك نتائج تحقيق بالنهاية تطلع من كان هو المتسبب الآن تم تكليف ديوان المحاسبة ونحن بانتظار تقريد ديوان المحاسبة ويجب أن تعرف يعني يعرف ويحاسب أي مخطئ من البداية إلى النهاية تم الاستقراض من البداية إلى النهاية مو بس في موضوع دفع الغرامة من البداية وليش تشين وليش طلعنا وليش طلعنا وليش دفعنا الغرامة وكل ملابسات هذه القصة من ألفها إلى ياءها هذا ما نتمنى والآن حولنا إلى ديوان المحاسبة ساعة الرئيس إذا رسالتك الأخيرة وخصوصا هل يام نعيش أعياد وطنية ويعني السنة الثامنة لتولي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد عسى الله يحفظ الشيخ صباح مغاليد الحكم ونعيش هذه الاحتفالات هذه الوطنية وبالنهاية رسالة عامة لإخوانك المواطنين يعني حقيقة أعتذر من الأخوة الأفاضل المشاهدين سلفا أن كنت أثقلت عليهم في هذا اللقاء اللي أنا استمتع فيه مع حضرتك الله يحقبك وفي شهر فبراير شهر الأعياد وشهر التحرير وشهر مناسبة تغلد سمو الأمير مقاليد الحكم وشهر مناسبات تغلير وطنية جميلة أتقدم يعني بالتحنئة والتبريك لحضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد ولكل أبناء الشعب الكويتي الأبي الأصيل وإذا كان عندي يعني رسالة ودي أقولها لهم من قلبي يعني ودي أخاطبهم وأقول لهم أن ترى مرزوق الغانم يعرف ويعي بأن منصب رئيس مجلس الأمة ما هو دايم ويعرف بأن هذه مسؤولية ثقيلة ملقاة على عطقة ويسألكم العون والنصيحة والمساندة وإذا كان هناك من طموح لي ولزملائي أعضاء مجلس الأمة فهذا الطموح هو أن نترك بصمة ونحقق شيء لوطننا ولشعبنا وأريد أن أؤكد لهم حقيقة واحدة يعني أيضا طالعة من القلب الخوف من الخطأ لن يوقفنا عن العمل عملنا وسنعمل أخطأنا وسنخطأ نجتهد نصيف في أمور ونخطأ في أمور فإن أصبنا ساندوننا وإن أخطأنا قومونا ونحن سنكون مستمعين جيدين لنصائحكم ولتوجيهاتكم ولا راح نكبر على أحد كالترى نعرف أنا أعرف أنما أنا دائم وأنا تعاملي مع كل الناس لم ولن يتغير بالعكس في بعض الأحيان البروتوكول يحرجني حفاظا على الصفة وليس على الشخص إنما تعاملي مع الأشخاص لأني أعرف أنا الشعب الكويتي هو اللي حطني في هذا المكان وفي هذا المنصب وفي يوم من الأيام قد يكون بعد فترة قصيرة وقد يكون بعد فترة أطول سأرجع لهذا الشعب أتمنى أن أرجع ببياضوي وأدعو المولى عز وجل أن نرجع إلى الشعب في بياضوي وأسألهم وأطلب منهم أن لا يلتفتوا إلى الإشاعات ولا يلتفتوا إلى الأساليب اللي ما تفيد ولا يلتفتوا إلى يعني الكلام اللي ما يودي ولي ومثل ما قال الباري عز وجل أما الزبد فيذهبوا جفاعا وأما ما ينفع الناس في مكتف الأرض وإن شاء الله سنعمل على ما يمكتف الأرض وشكر لك أخي أخي أحمد الله أحمد وشكر لكل الأخوة الأفاضل في قناة العدالة وشكر لأخواني المصورين وأخوي أبو علي ومدير الغناة و للجميع وأعتذر من من لم أشكرهم من خلال الله يسأل هذا اللقاء وأعتذر مرة ثانية وإحنا نقول لك سعدت الرئيس بيض الله ويهك يعني على ما تقدم لهذا الوطن ومرة أخرى نشكرك من كل يعني قلوبنا على أعطائنا هذه الفرصة بالتحاور معاك بكل شفافية وبكل سراحة وهذا الأمر يحسب لك مرة أخرى أنك طلعت ويانا وعلى الهواء مباشرة وسألناك كل الأسئلة اللي إحنا يعني اليوم نبي نسألها لرئيس مجلس الأمة فنتمنى لك التوفيق في منصبك كرئيس للسلطة التشريعية وعسى الله يوفقك إن شاء الله دنيا واخرة ومشكور مرة أخرى يا أبو علي وما قصرت وبيض الله ويهك إذن مشاهدين الكرام وصلنا معاكم لنهاية هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكر سعادة رئيس مجلس الأمة السيد المهندس مرزوق علي الغانم أنا شاكر لكم على حسن المتابعة وتقبل وتحياتي وتحيات فريق البرنامج ومع السلامة